ورحمة الله وبركاته معكم ميس امن رفعت معلمة الساينس من منصة الحصة. اه زيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم ان شاء الله. اه ان شاء الله في الفيديو ده هنعمل على قبل ما نبتدي حابة اقول لكم على نصيحة اه مهمة جدا هتخلي مادة الساينس سهلة وبسيطة وتثبت على طول. طب ايه هي النصيحة يا ميس? لازم اول ما سمع او حتى لازم اروح كده على اقرأ فيها واعمل على الحاجات المهمة اللي لمسألت لنا عليه. طب عملنا مارك واحفزنا والدنيا بقيت تمام. اروح على الحل على طول. لازم احل. لازم اطبق اللي ذكرته. ليه? لان كل ما احل اكتر كل ما المعلومة هتثبت. طب كل ما احل اكتر كل ما هتقابلني كلمات انا مش عارفة فاحفظها. وتقابلني جمل انا مش عارفة تركيبتها ازاي فهتعاود على تركيبتي الجمل دي وهعرف اقرأ كويس. ده سواء كان في السنة دي او السنة الجاي او اللي بعدها او اللي بعدها ان شاء الله. يلا بينا. اول كنسبت عدنا بيتكلم عن الصل. طيب. زي ما كلنا عارفين ان الباضي بتاعنا بتاع اي لازم ان يبقى فيه جروب من السيستم. جروب من الايه? من السيستم. زي ايه? زي مثلا الباضي بتاع الهيومن? فيه سيستم زي الديجستف سيستم ريسبييراتوري سيستم سيلكولاتوري سيستم. هاي كل السيستم زي بيبقى فيه جروب من الاورجان. زي مين? زي مسلا فيه ال�ديجستيف. فيه الليفر فيه الستمك. فيه الماوث. كل ده طبعه الديجستف. الريسبييراتوري مسلا بيبقى فيه التراكية. الحاجات دي كلها في السيستم ده. طيب. كل او كل او بيكون من جروب من بيكون من جروب من الايه? من طيب. ده يعني ايه تشهز زاميس? التشهز دي بالنسبة لي عاملة يا سلام. تعني شبيهة كده بالبيس بتاعت الميت. قطعة اللحمة. القطعة اللحمة على بعضها شبيها ان هي طيب. ده لو قعدت فوقه عن بعضه كده هيديني اللي هي الشرايح بتاعت اللحمة او النسير بنسميها النسير. طيب النسير دي بينزالي هي نسيرة على هتكون للقطعة بتاعت اللحمة. يبقى ده كده ايه? على تشهز على تشهز زدتني. طيب. اصلها كان ايه? كان السل. السل دي اصغر حاجة موجودة في البادي. اصغر حاجة موجودة في الايه? في البادي. طيب. يبقى السل دي بقول عليها هي ايه? بادي. يبقى السل على السل على السل يديني تشز. وتشز على تشز على تشز يديني ارجان. وجروب من الارجان يديني جروب من السيستم. وجروب من السيستم يديني البادي كله بتاع. يبقى السل دي موجودة في سواء كان او او لكن موجودة في. نو مش موجودة في. يبقى تاني زي ما قولنا مع بعض السل دلوقتي هي. يبقى لما نيجي نعرف السل هنقول ايه? ايه? هي مسؤولة عن اللي احنا بنعملها. اي بيعملها? المسؤولة عنا هي السل. تمام? لان لو فكرنا كده شوية لان السل هي اللي اديتني هي اللي اديتني اللي انا ايه? من غير السل مش هيبقى عندي اللي انا بعمل عليه بعمل بيه بتاعتي. ولو من غير السل او من غير مش هيبقى بيه سيستم. طبعا مش هعرف عن ميل بتاعتي. تمام? طيب. السل دي يميس كبيرة ولا صغيرة? انا قولنا هي اصغر حاجة موجودة في البضي بتاع توقع كانت او الانيمل او البلانت. طب يميس يعني تقريبا كده. الحجم بتاعها او طولها بيبقى قد ايه? هقول لكم. بنقول ان اللنس اللنس يعني ايه? يعني الطول. اللنس يعني الطول. طولها بيتراوح ما بين ون تنس وديرو بوينت زيرو زيرو فايف يا فايف ساوزنز. يعني مش اصغر من ومش اكتر من تمام? تمام. طب عندنا بس هو اللي بيبقى اصغر من ايه هو البكتيريا. انا عارفين ان البكتيريا دي سغننة خالص ما بنشوفهاش. تمام? البكتيريا بتبقى اصغننة ما بنشوفهاش. عشان ليه يا ميس ما بنشوفهاش? عشان طولها بيبقى صغنن قوي. اللي هو او اصغر من تمام? عندنا بس هي اللي بنقدر نشوفها ومش بتبقى صغيرة. زي مين? زي بتاعتنا. اللي احنا بنكلها دي. تمام? دي مالها يا ميس. السفاري اللي بيبقى جواها ده هو السل بتاعته. هي بتبقى عبارة عن السل بتاعتها كبيرة وبقدر اشوفها. يبقى بنسميها ايه? يعني ايه? يعني ايه? بس يعني بيه ده ما فيهاش كتكوت. طيب. دي هي الوحيدة او السلة الوحيدة اللي بقدر اشوفها بعيني. طبهم الباية مش بنشوفوا ايه يعني? لا مبقدرش هشوفه بعيني. بشوفه تحت الايه? بشوفه تحت المايكروسكوب. كلنا عارفيني المايكروسكوب? المايكروسكوب ده بشوف باي حاجة صغيرة. انا مش بقدر اشوفها بالنيك ده اي. يعني ايه ده اي يا ميس يعني العين المجردة اللي هي عيني. انما اللي مش نيك ده اي هو المايكروسكوب. بشوف بقى بيه السل بتاعة البلاند. بشوف بيه السل بتاعة الانيمال. بشوف بيه السل بتاعة البكتيريا. لكن الايج او الانترطالايزد ايج دي مش محتاجة مايكروسكوب دي احنا بنشوفها كل يوم وفي اي وقت احنا عاوزينه. هل كل السل اللي موجودة في كل الليفينجورجانيزم شبه بعضها? طبعا لا او الا كلنا كنا هنبقى شبه بعض. تمام? لا ده كمان السل اللي في نفس الليفينجورجانيزم واليكروسكوب المسهلا. السل اللي موجودة في الديجستف سيستم غير السل بتاعة الريسبيراتوي غير السل بتاعة السيركيولاتي كل حاجة على حسب الفامشن بتاعة السل دي بيبقى شكل السل بتاعتها. تمام? ناخد مسال على الكلام ده احنا عندنا السل بتاعة الانيمال بيبقى شكلها عامل كده. ولما اقول لكم انيمال بقى من دلوقتي هتبروني بقول انيمال وهيوماني. لان الاتنين السل بتاعتهم زي بعض. بيبقى شكلها عامل كده. يعني سيمي سيركولاتي شوية شوية دائرية. والسل بتاعة البلانت بيبقى شكلها كده شوية. بقى ليها بشكل محدد كده. بس بالمنظر ده. دي البلانت سل. وده الانيمال سل. يبقى دي بتاعت الانيمال. وده بتاعي البلانت. طب ايه الفارق اميس برضو. ايش فارق في الشيء بكل شكل. لأ وكمان الفارق في الستركتشور. يعني مسلا دي كده من بره. عندها خط واحد بس. انما دي من بره عندها two lines. عندها خطين. بس هنا بقى ما اسمقاش خط. اسمها سل ميمبرين. سل ايه? ميمبرين. سل ميمبرين. تمام? سل ميمبرين. يعني مضشقة بتاعها او الغطب بتاعها من بره. طيب. انما هنا عندها من جوة السل ميمبرين زي الانيمال بالزبط. بس عندها حاجة زيادة بقى. عندها من بره سل وال. سل وال. السل وال ده هو اللي بيديها بتاعه هو اللي بيديها الشكل بتاعها المعين ده. انما الانيمال يعني ما عندهاش السل وال ده فما بيديهاش ده. تمام? تمام. يبقى دلوقتي الانيمال سواء كان او عندها سل ميمبرين بس. انما البلانت عندها سل ميمبرين من جوة ومن بره عندها سل وال. ومن بره عندها ايه? سل وال. طيب ده اول فارق. طيب. تاني فارق ايه? سواء بقى مش في البلانتو والانيمال. في الانيمال نفسه في الهيومان. عندنا في الهيومان مثلا بيبقى فيه سل كده. وصل بتبقى كده. مثلا لو واحدة فاضية واحدة من جوة فيها نيوكلوس. عم فين يعني نيوكلوس? برابو النواي. نيوكلوس هي النواي. النواي زي مسلا بتبقى موجودة في المنجاية دي دي تسمعها نيوكلوس. البزرة اللي بتبقى موجودة من جوة. تمام? في بقى عندنا في البادي بتاعت الهيومان او الانيمال في سل بتبقى عندهاش نيوكلوس وفي السل تانية بيبقى عندها نيوكلوس. ده فارق من الفروق. طيب. في فروق تانية يميس او. في. ايه هي? مسلا في الشكل العين بقى. يعني مسلا عندنا فيه المصل سل. دي الخلية العضلية. اللي هي مسئولة عن المصل بتاعت الاورجان. دي الهاند الليج. كل دي مصلز. تمام? آآ المصلز بتاعت الفيس. تمام? شكلها بيبقى عامل الدي دي يعني بتبقى مسلا شبيهة للشكل ده كده. بيبقى كده طويلة. وهو نيوكلوس. دي السل بتاعت المسل. طيب. السل بقى بتاعت مسلا البون العظام. السل بتاعت البون ويبقى شكلها كده. واحدة كده. جواها نيوكلوس وخارج منها حاجاتي. دي السل بتاعت البون. بتاعت العظام. تمام? طبعا شايفين الفرق ده شكل وده شكل تاني خالد. يبقى مش كل السل اللي موجودة فينا نفس الشي. طب ليه يعني اسكر السبب. ليه? عندها عشان كل واحدة عندها معينة ووظيفة معينة. فربنا بيخلق بتاعها ملائم للفونكشن بتاعتها. تمام? يبقى كده عارفنا ان عندنا ودفرونت سل غير الانيمال صل. طبعا. عادي ان نعرف يميز برضو السل من برين ده. ايه الفونكشن بتاعته يعني? بيعمل ايه? ليه موجود اصلا. ثواء هنا او هنا. هو نفس الفونكشن اللي في الانيمال نفس الفونكشن الفي البلند. الفرق ان هنا بس فيه سلوول وهنا ما فيش سلوول. طب السل من برين ده انا قلت لكه هو الغطى اللي من بره في الانيمال ده. والغطى اللي من جوه في البلند. يعني ايه برضو موجود يا نيس? علشان يتحكم في وقت انتوا زي سل. ايه اللي هيدخل للسل وايه اللي هيخرج من السل. عمي زي الجارز كده الحراس. يخرج ويدخل حاجات ويخرج حاجات. ولو في حاجة مش على مزاج مش عايز يدخلها هتضر السل مسلا مايدخلهاش. تمام? لو في فامشان تانية. ان هو مسلا لو لقى ان السل قعد تتميلي ووتر تتميلي تتميلي الحاد. اه او مانزيد اقول لكم ان السل دي هي اللي بتحتاج عشان تعمل يعني احنا لما محس ان احنا عقلين امرجي لأ ده مش احنا ده السل بتاعتنا. هي اللي محتاجة فبتاخدها منين. بتاخدها من الوتر. وبتاخدها من النيوترمز وبتاخدها من الاكسجن. بقى هي بتحتاج وتكون وبتحتاج اكسجن وبتحتاج تمام? يعني عناصر الغزائية. طيب. عشان تعمل ايه? عشان تعمل بتاعيتها. طيب. هي دلوقتي خدت ووتر. عادة تاخد ووتر. تاخد ووتر. تاخد ووتر. لحد ما هتتملي على الاخر. تفضل بقى تتملي لحد ما تنفجر. تتملي يعني سوال. تنفجر بارستس. يبقى احنا عشان ما نخليهاش سوال ان بارستس. ان احنا مش عاوزينها تنفجر. مين اللي هيمنع الكلام ده? السلمبرين. لما يقيها هتتملي يفضي ووتر براها. فيعمل ووتر بالانس. يعمل توازن. عشان اللي بره يبقى قدل له جوه. مش اللي بره السل يخش كله. وما يبقاش فيه مية وفيه ووتر بره ويبقى الووتر كتير جوه فالسل يحصل لها بارستس تنفجر. تمام? دي كده بتاعت السل. ان هو بيعمل ووتر بالانس. نعم عرفنا ان السل بتاعتنا سغنانة جدا. محدش يعرف. يشوفها بعينه المجردة. بالنيك ده اي. لازم ان نشوفها بالمايكروسكوب. طب قبل ما نتعرف على بتاع المايكروسكوب. لازم ان نعرف ان عندنا عالم اسمه 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 ايه? عالم اسمه رابرت هوك. مين هو ده? ده الساينتست اللي جاب بلانت سل. سل بتاعت البلانت. حطها تحت المايكروسكوب بتاعه. لقاها بتتكون من جزائقات صغيرة. الجزائقات دي هو اللي سماها هو اللي سماها ايه? معملش اكتر من كده. جم بقى الساينتست اللي بعده استخدمه استخدمه المايكروسكوب. استخدمه المايكروسكوب. طب بعد ما استخدمه عرفوا ايه? عرفوا ان السل بتتكون من حاجة جواها اسمها نيوكلوس. تمام? وعرفوا ان فيه بتتكون من وانسل ودي بسميها وانا عرف بعد كده نليها اسم تاني يعني كائنات وحيدة الايه? الصل. عندها صل واحدة بس ودي زي البكتيريا. تمام? يبقى عندنا ممكن تنقسم لكم نوعين. ممكن نمسح دي. ممكن نمسح دي. ممكن نوعين. يوني سيليولر. ومالتي سيليولر. يوني سيليولر ومالتي سيليولر. يعني ايه? يوني ساليولد ومالتي سيليولر. يوني يعني وانسل بتتكون من وان سل. حاجات صغنانة اوي هي صغيرة فما ينفعش يبقى فيها طيب فيه مالتي سيلولر ارجانيزم يبتكوهم من يعني اكتر من خلية واحدة ممكن يوصلوا لملايين ملايين الايه الخلايا تمام طيب زي مين زي الهيومان والانيمال مين اللي عارف الكلام والبلانت طبعا مين عارف الكلام ده اللي جمب بعد روبرت هوك والتخدمه المودرن مايكروسكوب دعالوا بقى نتعرف مع بعض كده على المودرن مايكروسكوب بتكون من ايه الماكروسكوب بتاعي لازم اول حاجة بص فيها هي الاي بيس الاي بيس دي اللي لما بحط عيني هنا بشوف الايه السامبل اللي انا حطاها على الحتة دي هنقضي الحتة دي اسمها ايه دلوقتي طيب انا بحط السامبل زي ميس انا عندي هنا جلاس لايت شريحة زجاجية ماشي بتبقى اي اقاوي كده ومستطيلة شوي بحط عليها السامبل بتاعتي زي ايه مسلا ممكن اجيب اي بلانت بصل مسلا واجيب الاشرة بتاعته واكسرها كده واحط عليها دروب سغنانة من الوتر عشان ما تبقاش نشفة وبعد كده بغطيها بكافر الكافر ده بيبقى صغنان اوي مربع كده وارفيع او عشان يغطي العينة عشان لما احطها ما تلزقش في دي العدسات دي تمام حطيت العينة بتاعتي وغطيتها بالكافر وبصيت لقيت الصورة مسلا من اغنشة شوية مش واضح اوي بالنسبالي مين اللي بيزبط للصورة بيوضحها الكورس فوكس والفاين فوكس وبقرة كده بكرتين على الجنب بعد اقلعب فيهم كده وانا بيبص العينة لحد ما ايه ما حس اني بقت اوضح صورة بالنسبالي يبقى الكورس فوكس والفاين فوكس تمام انا ببص في الايبيس وبزبط بالكورس فوكس والفاين فوكس كلمة جاي من هو بيركز على العينة بيركز يعني بيوضحها لي فوكس. تمام? وده طبعا الارم بتاع المايكروسكوب. الارم يعني الدراع بتاعه اللي انا بشيل منه المايكروسكوب بنقيله من مكان ده للمكان ده. طيب بعد كده عندنا مين? عندنا اهم حاجة بعد اللانسز بتاعته. العدس تين دول. وانا اعرف بعد كده ان واحدة بتكون هاي والتانية بتكون لو. هاي اللي هي بتشوف فيها العينة كبيرة. يعني ممكن اشوف باللول الاول. تعرف لي اني مسلا ده بيتكون من شوية جنب بعضها كده اضغننة مرصوصة. دي بقشوفها بالاي? باللنسز اللي هي ايه? بقى اصغننة كده. بتوريني ان السل بتكون مرصوصة رسم. تمام? ده شكل انما دي بتوريلي السل بتبقى عاملة زي بعد ما شفتها بقى صغيرة بتكبرها لي كده شوية. بتخليها اوضح. كبيرة. دي الهاي بقى. يبقى الهاي ابجكتيف لانسز. اللي هي دي ودي. واحدة هاي واحدة لو. الهاي بتخليها لي كبيرة. واللو بتخليها لي صغيرة. طيب. بعد جده البيس. البيس اللي هي القاعدة اللي بوقف عليها المايكروسكوب. وعند هنا الميرور. الميرور دي عشان تعمل لي ايه تعمل لي للدوء. لللايت تعكيس للدوء على العينة عشان اشوف. تمام? ويه الا الا الاستيتج بقى. الاستيتج ده اللي هو الحاجة اللي بحط عليها الايه السلايد بتاعتي العينة السلايد اللي عليها السامبل العينة بتاعتي. تمام? عشان احطها تحت الايه? الابجيكتف لانسز. الابجيكتف لانسز. طيب. اه بعد كده عندنا ايه? عندنا هنا دبوسين كده صغلانين. الدبوس ده. والدبوس ده ده بسميه ستيج كلاب. ستيج كلاب. دول اللي بسبت فيهم العينة. يعني بسبت بحط السامبل بتاعتي او السلايد بتاعتي. وبعد كده بروح حط فيهم الدبوس على اليمين وعلى الشمال. اللي هو السلايد. طيب عارفنا ان السلايد بتاعتي هي اللي بحط عليها الايه? السلايد اللي عليها السامبل اللي عليها الكاور يعني. عليها سامبل وغطيت السامبل بالكاور. وبعدين حطيتها على السلايد لي. واق trans. لليمسك السايد بتاعتي اللي هما الدبوسين. اللي دبابيز بتاعت الايه؟ او الموجودة. تمام؟ ده بتاع الميكروسكوب. يبقى ده كده اسمه الستيج ودول اسمهم نكتبهم هنا كده استيج كلابس استيج كلابس تمام? هاو. في سؤال كده يقول لي يعني اسكر السبب. يوزد مايكروسكوب. ليه روبرت هوك استخدم المايكروسكوب? ليه اسمعنا استخدم المايكروسكوب? ولي فكر يستخدم المايكروسكوب. هنقول ايه? زي عشان يشوف يعني صغيرة. المالها اللي ما يفعش اشوفها بالنكد ايه. يبقى ما يتقدرش تشوفها بالاي? باي نكد ايه. كانت سين باي نكد ايه. تمام? آآ عايزين في معلومة كده مهمة اولا زمان نعرفها ان لما بتاعنا بيبتدي يكبر ده بيبقى فيه بتاعت السيل ولا يعني السيل بتاعتي بتبدأ ان هي السيل بتاعها هيكبر فكده الباطي بتاعنا بيكبر ولا بتاعها بيكتر? طبيعي النمبر هو اللي بيكتر. مش الايه? مش السيل. تمام? يعني مسلا تبقى عندي نمسح دي كده. تبقى عندي سيل. البيبي مسلا. طبعا مش بتبقى يعني مسلا وليا كنتو. التو ده البيبي ده هيكبر شوية. بعد كده هيبقى ايه? يبتدي كده النمبر عمال يزيد. يزيد. يزيد اكتر. فكده الباطي عمال بيكبر. يبقى. يجي سؤال كده يقولي النمو. ده طبع زيادة في العدد لكن مش زيادة في الحجم. في مشكلة كده في المايكروسكوب. كده عارفنا بتاع المايكروسكوب. وليه استخدم المايكروسكوب. ولما استخدم المايكروسكوب عريف ايه? وشاف ايه? وليه احنا بنكبر ايه? الجروسكوب بتاعنا ده بيجي منين? النمو بتاعنا سواء الهيومن او الانيمال من زيادة في الايه? في النومبر. تعالوا بينا بقى نتعرف على بتاع الانيمال سل. الانيمال سل دي بتتكون من ايه? يلا بينا. ده شكل الانيمال سل بتاعتي. دي مين? دي الانيمال سل. لما اقول لكم اتفقنا ان احنا خلاص. الانيمال دي يقصد بيها الايه? الانيمال والهيومن. يعني والانيمال والهيومن. هظلنا يا ربا ايه الحاجات اللي موجودة جوه السل دي وايه اللي برا ده? احنا تعرفنا اللي برا ده قبل كده. وقلنا اللي هو السل ممبرين. قلنا السل ممبرين ده لازميته ايه? هو البوابة. اللي بتسمح بدخول حاجات وتسمح بخروج حاجات. ولو بي حاجة عايزة تدخل وهي مش عايزة تدخل مش هتدخلها. دي بقى اللاو سابسا. انتو اند اوت. انتو اند اوت. لو تدخل وايه? وتخرج. طب تدخل وتخرج دي بس سميها برمياباليتي. برمياباليتي. يعني ايه برمياباليتي? او بتسميها سلاكتف برمياباليتي. سلاكتف برمياباليتي. يبقى السل ممبرين بيعمل حاجة مها السلاكتف برمياباليتي. يعني ايه بالعربي كده? يعني النفاذية الاختيارية. النفاذية الايه? الاختيارية من اسمها كده. احنا قلنا هو اللي بيختار. بيختار يدخل ولا ما يدخلش بمزاجه كده. يبقى السل ممبرين بيعمل حاجة مها السلاكتف برميابيليتي. يبقى يعني ايه سيلاكتف برميابيليتي? هنقول تو كم انتو زاصل اند اوت. يسمح بدخول وخروج الايه? والووتر كمان عشان قلنا السلم يحصل لهاش السوال تتميلي عالاخر. تمام? ده اول حاجة موجودة في الانيمال اللي هو السلممبرين. وبالمناسبة هو السلممبرين هنا. نفس السلممبرين في البلاند. ونفس الفونكشن. تمام? طيب. تاني حاجة ما السايتو بلازن. يعني ايه السايتو بلازن? هو عبارة عن كده موجود في السيل كلها. اللي هو منفشل كده ما بين الحاجات اللي هو دي. بيبقى يعني ايه يعني بس مش زي المية كده مش خفيف. تقيل. جيلاتيني كده عامل زي الجيلاتيني. الجيلاتين ده حاجة كده تقيلة. فهو جيلاتيني س. يبقى السايتو بلازن بقول عليه ايه? جيلاتيني س. كلمة جيلاتيني س. جيلاتينيوس. جيلاتيني س. جيلاتيني س يبقى السايتو بلازن هو جيلاتيني س ليكود. طيب ايه يو لازميته ايه? هو اللي بيطوف فيه او بيعوم فيه كل دي يعني حاجة اصغر من الارجن عضيات اصغر من الارجن. بنقول عليها كل دي بتعوم بتعمل بتطفو في يبقى ده هو الوسط هو اللي بيعوم فيه كل الايه? يبقى بتعمل في مين? ثالت عندنا ثالت عضي عندنا هو مين? هو واتفعنا ان احنا عندنا بيبقى فيها وصل ما فيهاش بس هو الاساس ان يبقى فيها طيب دي موجودة فين? زي ما احنا شايفين كده موجودة في في نص الايه? في نص السل كلها. يبقى وهي المين كنترول هو هي اللي تتحكم في الايه? في السل. يعني ايه متاعتها? هي اللي مسؤولة عن ان يتكون البروتين. يبقى ده بروتين تكوني البروتين اللي الجسم محتاجه. واللي السل محتاجه. ثاني حاجة هي اللي مسؤولة عن حاجة مها يعني ايه انقسام الخلية يعني ايه انقسام الخلية? يعني مثلا. مش احنا قلنا ان لما بنيجي نكبر بيحصل للنبر بتاع السل. تبا الانكريزنج ده بيجي منين? يعني العدد ده بيجي منين? ان السل يخرج منها. لو كده. السل دي مسلا خرج منها السل تانية. بعد كده انقسمت بقت توسل. طب انقسمت تاني بقت اديتني توسل ودي اديتني توسل. فده اسمه كل سل. كل سل بيحصل فيها ايه? انقسام. لتوصل. فيعمل يعني يعني بيزيد عدد السل. من المسؤول عن الكلام ده? تمام? يبقى الفنكشن بتاعتها ان هي مسؤولة عنها تعمل للبروتين. وكمان مسؤولة عن السل انقسام الخليب. طيب ثالث او رابع حاجة الميتو كونداريا. الميتو كونداريا. بسمية بالعرب بالميتو كونداريا. ايه? دي بسميها بسميها بيت الطاقة. هو المسؤول عن هو اللي بيطلع او بيصنع هي دي. هي دي الميتو. بفي منها كزا واحدة منها كتير. هي المسؤول ان هي تدي للسل كلها وطبعا تدي الانرجي للباضي. تمام? ما السل هو الباضي عبارة عن سل. يبقى الميتو كونداريا هي اللي بتدينا الانرجي. تب تدهانت زي يا ميز بيجبها من الانرجي دي. عن طريق البروست حاجة بروست كده اسمها. سليولار ريس باي ريشن. سليولار ريس باي ريشن. سليولار ريس باي ريشن. يعني السل بتتنفس. اسمه ريس باي ريشن. تنفس وسليولار اللي هي الخلي. يبقى تنفس خلوي. ان السل بتاخد نفسها. طب يعني ايه تاخد نفسها يا ميز? احنا جوة الباضي بتاعنا بندخله اكسجين. تمام? لما نعمل بندخله اكسجين. السل بقى تستخدم الاكسجين ده. تعمله ايه? تعمله هي تتنفسه. انا دوقتي دخلت للسل بتاعتي اكسجين. فبتعمل سليولار ريس باي ريشن تتنفسه الاكسجين ده. طب لما بتتنفسه الاكسجين ده بيساعدها ان هي تاخد الانورجي من الفود. النيوترينز من الفود. عشان تقدر تعمل بتاعتها. فده اسمه يعني 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 بتاخد او ان هي تاخد الكيميكا الانورجي. احنا كنا عظيم في ان الانورجي اللي بتتخزن في الفود بسميها كيميكا الانورجي. فالسل بتاخد الكيميكا الانورجي من الفود. عن طريق سليولار ريس باي ريشن. عن طريق ان هي تتنفسه الاكسجين. ده بالنسبة للميتوكنداريا هي المسؤولة عن الانورجي. طيب. خامس حاجة اسمها الاندو بلازميك ريتيكولم. اندو بلازميك ريتيكولم. هي ده هو ده الاندو بلازميك ريتيكولم. الحتة دي. ده الاندو بلازميك ريتيكولم. طب مسؤول عن ايه الاندو بلازميك مسؤول ان هو يعمل لي تمام? وكل اجتيه. جمع كده البروتين ماشي? ويعمل ويعمل لي ينقلها لي بس بشارط ايه جوه? السيل ما يخرجش برا السيل يفضل ينقل لي كده ويعبيلي البروتين جوه السيل تبليه عشان بيعمل كده ليه? عشان يعمل لي للسل يعني للسل دي حصل لها اي مشكلة يصلح فيها. يعني مسلا حصل اه اتعورت هنا مثلا احنا بنتعور كده او حاجة فالسيل بتاعيتنا بيحصل لها مشكلة. هو بقى ده بيبتدي يصلح يعمل عن طريق ايه? ان هو ينقل البروتين زي سيل اما حاجة نعرف نوع زي سيل ليه? لان احنا عندنا حاجة مهل جولجي اپوريتس. جولجي اپوريتس. جولجي اپوريتس ده اللي هي الحصة دي. ده جولجي اپوريتس. ثمين جولجي اپوريتس. فبيعمل ايه? نفس اللي بيعملو او شبه اللي بيعملو الاندو بلادميك. ان هو برضو بيعمل لي باكينج بيعبيلي. وترانسبورتي ينقل لي نيوترينز. بس ممكن ينقلها لي من سل لسل تانية. يعني يقرجها برا دي وينقلها لصل تانية. تمام? يبقى الفرمة بين الاندو بلازميك ريتيكولم والجولج ابروتس ان الاثنين بينقلوا. بس الاندو بلازميك بينقل جوه الصل عشان يعمل لي للصل. انما الجولج ابروتس لأ بينقلها من صل للصل اللي جنبها لو محتاجة حالة. تمام? يبقى احنا كده اتكلمنا عن الصال ممبرين والسايتو بلازم. السايل ممبرين ده اللي برا. السايتو بلازم ده الجيلاتينيا سليكو دي اللي جوة. النيوكلاس دي اللي هي في السنتر. الميتو كوندوريا اللي هما دول. وفي منهم اكتر يعني في عدد كتير من الميتو كوندوريا. وعندنا الاندو بلازمي كريتيكولم. ده الاندو بلازمي كريتيكولم. وعندنا جولجي ايه? ابروتس. وعندنا جولجي ابروتس. طيب. فاضل الحاجات البيضة الصغنانة دي. اللي هي حاجات فاضية كده. دي بسميها ايه? بس نكتبها هنا. بسميها باكيولز. بسميها ايه? باكيولز. باكيولز بسميها باكيولز. باكيولز دي بتبقى حاجات شبه الكياس كده. طب مدام كيس يبقى بيخزن يبقى. الباكيول دي بتعمللي. لمين? للنيوترينز. اه للوست متيريال. حاجات اه نفات. الباضي مش حاوزها. الصيل مش عاوزها. فبتعبها لي وبتخزنها. يبقى الباكيول. بتخزن اللي مية. اه اه يمين? والانيمال سيل عندها كتير. بس صغير. دي بالنسبة للانيمال سيل. يلا بينا نتعرف على ونشوف الفرق ما بين الانيمال سيل والبلانت سيل. تعالوا بينا بقى نتعرف على شكل البلانت سيل. البلانت سيل زيها زي الانيمال سيلف اللي هو معادة سلاتة اورجانال هم المختلفين. السيل وال والكلورو بلاست والساب باكيولز. والساب ايه? طيب. وبالنسبة للشكل بقى من بره. برضو مختلف خالصها عن الانيمال. ليه مختلف? لان هي عندها من بره حاجة معها السيل وال. عندها حاجة معها الايه? السيل والو قلنا عليها من شوية. ان السيل وال دي هي اللي تديها بتديها الشكل ده. الشكلها المحدد ده. تمام? لو دخلنا بعد السيل وال هنلاقي السيل ممبرين. السيل ممبرين اللي موجود في الانيمال سيل. بس سيل ممبرين موجود فيهم هما الاتنين. بعد كده لو دخلنا جوه شوية هنلاقي موجودة فيهم هما الاتنين موجودة في الانيمال وفي البلانت فيها وفيها الاتنين موجودين في الانيمال والبلانت فيها ميتوكونداريا موجودة في الانيمال والبلانت ايه بقى الحاجات المختلفة قلنا السيل والكلورو بلاس ايه هي الكلورو بلاس لو نستكيه كده مع بعض كان عندنا في ان البلانت كان بيعمل بروسس اسمها عملية البناء الضوئي. كان بيعملها عن طريق حاجة موجودة في الليف اسمها الكولوروفيل. الكولوروفيل ده كان بيعمل عشان يقدر يعمل. طب الكولوروفيل ده موجود جوا حاجة اسمها هو اللي موجود في البلانت. فهل الانيمال محتاج ده? لأ لان الانيمال مش بيعمل يبقى فيه كتير في البلانت. يبقى الكولوروفيل ده هو ساك لايك حاجة شبه الساك الكيس. جواه جرانيولز. الجرانيولز دي لها الحبيبات. اللي هي دي. الجرانيولز دي لونها جرين اخضر. طب ليه الكولوروفيلس بيحتوي على جرين جرانيول ليه؟ هنقولي ان الجرين جرانيول دي هي اللي جواها الصبغة اللي هي لونها جرين اخدر اسمها يبقى اللي جواه دي لونها اخدر عشان جواها اسمها تمام? يبقى اول فرق ما بين والانيمال هو تاني فرق ما بين والانيمال هو تالت فرق. طب ايه الفرق? هي دي مفهاش باكيول? لا فيها باكيول بس انما الانيمال كان عنده وغنانين وكتير ومتنطورين كده في السل. انما دي طيب برضو هنا بتاعت الفاكيول هي هي بتاعت الفاكيول بتاعت الانيمال. هي ما تبقى اللي بتخزن كل الحاجات دي. ده بالنسبة للانيمال سل والبلانت سل وعملنا كده مقارنة سريعة ما بينهم. عشان نعرف الفرق ما بينهم. فرق ما بينهم في تلات حاجات بس. والكلورو بلاس والسل باكيول. طيب يبقى السل والسل هو اللي بيدي بتاع البلانت سل. طيب السل وال دي يميز بيتكون من ايه? يعني مصنوع من ايه? مصنوع من سابستنس اسمها السليلوز. اسمها ايه? السليلوز. مادة اسمها السليلوز. دي هي المادة اللي مصنوع منها الورق والخشب. المادة بتبقى موجودة في الورق والاخشب. فالسل ده هو اللي بيتستعمل منه السل وال. سل وال بتتكون من سابستنس اسمها السليلوز. طيب. طب يميز البلانت سيل عندها حاجة تديها الشيف بتاعها. طب احنا ايه الحاجات اللي بتدينا الشيف بتاعنا? احنا مش محتاجين لول. احنا عندنا عظام هي اللي بتدينا الشيب بتاع البضي بتاعنا. والانيمال عندها هي اللي بتديها الشيب بتاع الانيمال اه بتاع البضي بتاعها. يبقى عندنا هي اللي بتدينا الشيب. طيب مثلا زي الكوكروتش. السرسار والسلحفة. عندهم بونز? لا. عندهم عندهم ايه? يعني ايه? يعني من برا. العظم بتاعها او القشرة بتاعها من ايه? من برا. تمام? يبقى احنا عندنا بونز زي مثلا الكوكروتش او الحاجات اللي هي الحاجات بتاعتها بتبقى او الكشور بتاعتها من برا عشان تديها الشيب ده هي الاجزو سكيلتون. الاجزو سكيلتون. ده بالنسبة ليه? الانيمال سل والبلانت سل. يلا بينا بقى نتكلم على النقطة اللي بعد كده. هو ازاي ابني سيتي اه من السل يعني ابني مدينة من مكونات السل اه من مكونات بضعة السل. طيب يعني ايه يعني مسلا عاود اشوف ايه الحاجات اللي ممكن تبقى موجودة في السيتي تبقى شبهها وبتقوم بنفس دور الحاجات اللي بتقوم بها نشوف كده اول حاجة النيوكلس. النيوكلس دي ممكن يكون زيها ايه في السيتي? السيتي هول. السيتي هول. مين هو سيتي هول ده يا ميس? هو مركز التحكم البتاع المدينة كلها. اللي هو ممكن نقول عليه لقشة الحي. تمام? طيب. ليه بقول عليه بليه بشبهه بالنيوكلس? لان النيوكلس هي اللي كانت بتتحكم او بتعمل هي المين كنترول بتاع السيل. المين كنترول مركز التحكم الرئيسي بتاع الايه? السيل. طيب. وكذلك السيتي هول نفس الكلام. طيب نيجي بعد كده للسيل ممبرين. السيل ممبرين ده كان بيعمل ايه ميس في السيل? كان بيدخل ويخرج الحاجات. كان بيتحكم بيتحكم مين يدخل ومين? يخرج. طيب مين زيه? اللي هي الحراس اللي بيقفوا على بوابات المدينة. برضو مش بيدخلوا كل الناس. بيشوفوا مين يدخل ومين? ما يدخلش ومين يخرج? ومين ما يخرجش. طيب بعد كده الميتو كندرية. الميتو كندرية دي كانت اللي بتدي لسيل الانرجي. البيت اللي بيصنع الانرجي. فمين شبهه عندنا في السيتي? الالكتريك باور ستيشن. الالكتريك باور ستيشن. يعني الالكتريك باور ستيشن اللي هو محطة الكهرباء. محطة الكهرباء اللي بتدي الكهرباء للمدينة كلها. تمام? فالكهرباء بالنسبة لي الكتريك انرجي طاقة. الاندو بلازميك باق. الاندو بلازميك كريتيكولم. احنا كنا واخدين كده الاندو بلازميك كريتيكولم ايه الفانكشن بتاعتها في السيل? كانت هي اللي بتعمل كوليكت و ترون سيبورت لمين? لنيوترينس بتاعت السيل. عشان اعمل بس جوه السيل. كانت جوه بتنقل الحاجات جوه السيل. عشان اعمل للسيل لما قلتلكو ان لو السيل عندي فيها مشكلة مسلا. اروح عاملالها ايه ريبير يصلحها لي. كل ده جوه مين? السيل. فالاندو بلازميك بقى بالنزالة عامل زي مين? الكونستراكشن وورك. مين هم الكونستراكشن ووركر? الهم اعمال البناء. اعمال البناء بتوعي المدينة. طيب. كان شابه الاندو بلازمي كريتيكولم. كان برضو بيعمل باكينج و ترون سيبورت للايه? للنيوترينس. بس او تصيد جسيل. خارج السيل يعني ممكن نقلها من سل لسل تانية. ممكن نقلها من سل لسل تانية. ممكن اسميه مين? او اشبهه مين? بالبوست اوفيس. البوست اوفيس اللي هو معمال الرجل البريد او ساعي البريد. اللي بيوصل للايه? المسج. طيب. الباكيول بقى. احنا قلنا الباكيول في السل هي اللي بتعمل لي. آآ بتعمل بتخزين لي الايه? الووتر بقى. والوست ماتيريال والنيوترينس بتخزن كل حاجة. فده الستور هاوس. الستور هاوس ببيت الخزين. اللي بيبقى فيه المخزن يعني. طيب. بعد كده السيل وال. السيل وال اللي هو موجود في البلانت سيل. السيل وال ده عامي داي ايه? داي الحيطة او السور اللي بيحيط بالسيتي. يبقى الووت الوول اللي هي سور راوند زي سيتي. الحيطة اللي بتحيط بالسيتي. طيب. بعد كده الكولورو بلاست. الكولورو بلاست ده برضو موجود في البلانت مش موجود في الانيمال سيل. طيب. الكولورو بلاست ده كان بيعمل ايه في السيل? او في البلانت سيل? ان هو اللي كان بيخلي. البلانت يقدر يعمل ميجزر او يقدر يعمل الطعام بتاعه. علشان ان هو ايه? بيقدر انه عن طريق اللي موجود في. طيب ده بيشبه مين في بقى? بيشبه الفود فاكتوري. الفود فاكتوري. اللي هو المصنع بتاعة الغذاء بتاعنا الفود فاكتوري. ده بالنسبة الموجودة في السل واللي شبهها موجودة في السل. طيب نتنقل بقى للنقطة اللي بعدها كده. بس قبل ما نتنقل للنقطة اللي بعدها حاب اقول لكم كده ان انا لو بنيت سل هيبقى حواليها صور? برافو عليكم. لأ مش هيبقى حواليها صور ليه? لان مش عندي في الانيمال ايه? في الانيمال اه سل. عندي في البلانت سل بس. يعني مسلا لو عملت كده. دي كده المسلا بتاعتي اللي هو من الرئاس الحي. ماشي? وده سوري بقى الرسمي مش قدي كده. ده السيتي هول. ولو قلنا مسلا ان دول الجارز اللي بيقفوا على البوابات. الجارز. ماشي? واي ان كان بقى اللي جوه اي حاجة جوه مش هيبقى حواليهم. لو عملت حواليهم صور كده. يبقى ده كده ايه? شبه البلانت سل. انما لو مسحت الصور. لو ما عنديش صور يبقى ده كده ايه? السيتي بتاعة الانيمال. سل. تمام? نتنقل بقى للنقطة اللي بعدها. النقطة اللي بعدها بتكلمني عن السل بايولوجست. السل ايه? بايولوجست. مين هما السل بايولوجست يا ميس? السل بايولوجست هم علماء الخلية. مين هما علماء الخلية يا ميس? اللي هما دكتورز بيساعدو. الدكتورز تو ريبير اند تريت سل. عشان يعشوفوا السل دي فيها ايه? المشكلة اللي فيها? ويعملها ريبير او يدولها تريت. تريت عليك. ماشي? ايه علموها? يبقى السل بايولوجست هما اللي بيدرسوا السل. بيدرسوا الايه? الخلية. السل يعني بيدرسوا الخلية. دول السل بايولوجست. يبقى السل بايولوجست بيشغلوا مع الدكتورز. ماشي? كلنا لما مثلا بعد الشر لما بنعيه بنروح للدكتورز بيطلب مننا تحليل. بنروح فين? بنروح للسل بايولوجست دول اللي هما الدكاترة التحليل. المعمل. تمام? فدول اللي بيساعدو على التشخيص. بيساعدو الدكتور ان هو يشخص المرض او التعب ويديني لايه? العلاج. تمام? طيب. طب السل بايولوجست دول بيشتغلوا بقى ازاي? بالمايكروسكوب. بيشتغلوا كل شغلهم على المايكرو المايكروسكوب. تمام? تمام. بيعملوا ايه? احنا قلنا المرة اللي فاتت ان احنا بنحط السل بتاعتي تحت بتاعت المايكروسكوب عشان اقدر اشوف السل بتاعتي. تمام? طيب. السل ياميس دي بتبقى واضحة قوي تحت المايكروسكوب ولا بتبقى شفافة ولا بيشوفها ابيض ولا بيشوفها ايه? الحقيقة السل دي بتكون بتكون واضحة اللي هي مش واضحة صفية قوي ومن غير له يعني شفافة. انه صعب ان انا اشوفها على الحل ده. لو هي انا اتخدمتها كده بطبيعتها مش هشوفها. فعشان كده بنحط عليها داي. داي اللي هي او ستين يعني صبغة. داي او ستين يعني ايه صبغة. طب اسمها ايه صبغة دي يا اسمها يعني كده نكتب اسمها الميسايلين بلو. الميسايلين بلو. طبغة الميسايلين بلو اللي هي الميسايلين الادرق. مانش احنا مش عاوزين العربي احنا عاوزين الاسم ده ميسايلين بلو. اول ما حطت الميسايلين بلو على السامبل بتاعتي قبل ما حطتها تحت الميكروسكوب. كده هي لسه كلير. اول ما حطت الميسايلين بلو بيبقى لنا كله ايه? ازرق. بس بيبقى فيه حتة كده ستريس عليها. واضحة اكتر. باللون الازرق. دي بتبقى نيكلوس بتاعة السل. فبشوف كويس السل بتاعتي. يبقى السل بيولوجيست عشان يشوفوا السل بيحطوا ايه? بيحطوا ستين او داي. ستين او داي. ستين او داي يعني صبغة. صبغة دي اسمها الميسايلين بلو. الميسايلين ايه? بلو. طيب ده في الميكروسكوب اللي هو العادي بتاعنا. اللي هو يعتبر قديم بس مش قديم قوي يعني. بس في ميكروسكوب احدث منه ظهر. اسمه السري دي مايكروسكوب. السري دي اي مايكروسكوب. ايه هو السري دي يا ميس ده? يعني ايه الفرق ما بين وبين الميكروسكوب العادي? ان السري دي مايكروسكوب ده بيطلع لي الصورة بتاعة السل. صورة ايه? سلسية الابعاد. مش بشوفها مثلا حاجة كده من على الوش وخاص لأ بشوف كل حاجة فيها. تمام? يبقى السري دي مايكروسكوب ده ساعد الدكتورز او السل بيولوجيست ان هما يشوفوا كل بتاعة السل. طيب برضو ده بيشتغل ازاي? بيبقى متوصل بالكمبيوتر. الكمبيوتر بيعمل ايه? بياخد صور. بياخد صور من العينة. طيب بعد ما ياخد صور يروح حاطة عليها ستين صبغة او لو. هنا مش هنقول عليها ستين. هنقول كولور. الكمبيوتر هيحط على السمبل بتاعتي كولور. هيحط على السمبل بتاعتي ايه? كولور. طيب بعد ما يحط عليها كولور هيحط آآ الصور اللي هو لطاقاتها دي. الصور دي بحط بحطها في طبقات. فهو يروح دي على بعضها. الطبقات بتاعة السمبل بتاعة اللي هي الصور. على بعضها وتروح نطلع لي صورة كاملة للسل بتاعتي اللي انا عاوز اشوفها. ده بالنسبة للسري دي مايكروسكوب. عادي انها ربا اساعد الدكتورز في ايه? قلنا اول حاجة انه يشوف كل بتاعة السل. طيب تانية حاجة واهم حاجة انه اساعدهم. نوم يتريت ده كانسر. يعالجوا مرض الايه? الكانسر. طيب الكانسر دا يميس بيجي من ايه? بيجي من السل واحدة. ماشي? سل يحصل لها دي فيج. احنا عافين ان السل طبيعي ان هي بيحصل لها دي فيج بتنقسم طول الوقت عشان نجبر. صح? فسل تانية تنقسم فيبقى توسل. طيب ده طبيعي. انما فيه بقى حالات معينة. اه بيحصل بسرعة 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 بسرعة. فبيحصل كتير. كتير. فبيزو قدل الحتة دي ان هي بتحصل تورم في المنطقة دي. التورم ده هو كانسر. تمام? اه بعد الشر علينا طبعا وعلى اهلنا كلنا. ده هو الايه? الكانسر. عن طريق دي مايكروسكوب بشوف الحاجات دي. فبقدر اشوف العلاج بتاعها. اه وكمان ساعدهم ان هم يعرفوا السل دي. ازاي اطلا بتنقسم? ازاي بتنقسم? وبكده يبقى احنا رجعنا على كله. وان شاء الله تكون الدنيا سهلة وبسيطة بالنسبة لكم. ونخش بقى على جزء الايه? الاسئلة. زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان احنا لازم نحل اسئلة على كل اللي خدناه. عشان كل حاجة تثبت. يلا بينا? يلا بينا. يلا بينا نشوف اول سؤال يقلك يعني ايه يعني نمو نمو يعني ناتج من ايه? انكريزين جزاء ايه? احنا كنا قلنا ان الجروست بييجي لما الانكريزين جزا سايز او زا سل ولا زا نمبر او زا سل لما الثل بيحصل لها دي بيجن فتديني سل كتير ده هو الجروست بتاعنا مش يبقى يعني النمو ماشي? ثاني سؤال بيقول لي تقدر تشوف الايه? السل. تقدر تشوف السل بتاعت كل اللي جاي ده احنا ده مشي? تحت ما عادة بيقول لي ولا 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 طب نشوف واحدة واحدة كده. مش صح? يعني يعني نقدر نشوفه نشوف السل بتاعته تحت المايكروسكوب. طيب اللي هيو معنى مش ده اورجن. وقلنا ان يعني ليه سل. يعني قدر نشوفه تحت المايكروسكوب. طيب الليف برضو اللي هي ورقة الشجر برضو دي يعني نقدر نشوفها تحت المايكروسكوب لاني ليها السل. طيب بعد كده بقى. الستون بني ازدالي ده نون ليفنج سينز. واحنا قلنا ان السل موجودة في الليفنج وارجانيزمي بس. مش الايه? يبقى ده هو اللي ما اقدرش اشوفه تحت المايكروسكوب. بعد كده بيقول لي يعني فيه موجودين في السل. مسؤولين عن الترانسبورتيشن. نتقول عن عملية الترانسبورتيشن. هي عملية النقل. كنا اخذنا حاجتين. اول حاجة. اللي كان بيعمل لي سل. بينقل لي بس جوه السل عشان يعمل لها عشان يعمل لها ايه? فده كان اسمه ايه? برافو عليكم. اندو بلازميك ريتيكولم. اندو بلازميك ريتيكولم. تمام? طيب. انما التاني اللي هو كان بيعمل بس او او ده كان اسمه ايه? الجولجي ايه? يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. يلا بينا بقى نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي يعني ايه يا ولادي? يعني اذكر السبب. اذكروا الايه? السبب. تمام? يعني عاوز يعرك سبب الكلام دا ايه? بيقول لي كان ميك دير فود. او دير اون فود. تقدر تعمل فود بتاعها? ليه البلانت بالزاد بيقدر يعمل فود بتاعه? احنا كنا قيلين قبل كده ان البلانت بيعتمد على نفسه في ان هو يعمل الفود. زي بيعتمد على نفسه ان هو كان بيعمل اسمها الفوتو. عملية البناء الضوئي. كان بيعملها ازاي? من اسمها كده فوتو. يعني كان بتعتمد على الضوء اللي هو الدوق الشمس. مين بقى اللي بيها? اللي كان بيعرف يعمل ابزورب لسام لايت. الكولورو. الليب الاول. اللي هو البرت اللي كان بيقدر يعمل ابزورب. طب ليه الليب? لاني كان جواه حاجة ما الكولوروفل. بقول ان بلانت سلجي. هاف بيكوز. نبدأ دايما نجيب ريزون. بيكوز. بيكوز يعني لانه. نقول على البلانت زي. هاف ايه? كولوروفل ذات ابزورب ايه? سان لايت. ان هو بيقدر ان هو معي اللي هو موجود في في فيقدر ان هو يعمل ايه? عشان كده بيقدر ان هو ميك دير اون ايه? فود. طيب. السؤال اللي بعد بيقول لي كويس دكتور. ليه? بعض البيولوجست بيشتغلوا او سل بيولوجست بيشتغلوا مع الدكتور. اول ثبت عشان يعرفوا او نقول الاول بيكوز او تو هنا نقول تو احسن. ليه تو? لان انا هقول هنا مش لانه هقول علشان تو يعني لكي. تو ايه? يعرفوا عشان يعرفوا. هاو سل وارك ان بادي تو ريبير. عادين يعرفوا السل دي بتشتغل ازاي في البادي او ايه المشكلة فيها? او ازاي بيحصل لها عشان يحصل للبادي دا ريبير. طيب تاني حاجة بيعملوا ايه برضو تاني مع الدكتور ان اما عايزين يعرفوا. هاو دي السل ازاي السل دي كان ريسبوند يعني ايه? تستجيب ازاي تقدر تستجيب اللي هو العلاج اللي الدكتور عاوز يكتبه. تمام? هما مش عارفوا الكلام ده غير من عشان هما اللي بيستخدموا وبيشوفوا كل حاجة بتحصل في السل. طيب يبقى عشان تو نو. عارفوا السل بيشتغل ازاي في البادي. ازاي السل دي بتقدر ان هي تستجيب للايه? للعلاج او تالت سؤال بيقول لي. يعني ايه? يعني يصبغ. ده يضايي كده. ليه لازم اصبغ السل قبل ما احطها تحت يعني يبحص. ليه بقى لازم اصبغها? هنقول له بيكوز. ده السل. السل دي ما لها لونها ايه? كلير. and colorless and a color. ليس? بتكون كلير وبتكون colorless. آآ نقية جدا آآ شفافة وما لهاش لون. and a we can't see at. ما نقدرش نشوفها. وزاوت اي من غير. ما نقدرش نشوفها من غير مش هقدر اللاحز اي جواها من غير ده كان سؤال يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. يلا. يعني يعني المصطلح العلمي. يعني ايه المصطلح العلمي يعني عاوز السبب بتاع التعريف بتاع او معنى الكلام ده. معنى الكلام. يعني الكلام ده على مين? طب نشوف اول حاجة بيقول لي ده اللي هي المحتويات بتاعة السل او تركيب موجود في السل. او بيسمح للوتر انه يدخل ويخرج. ده مين ده? ده اللي احنا شبهناه في السيتي بالجاردز اللي هي الحراس اللي واقفين على الجيت في البوابات. برافو هو السل ميمبريم. السل ايه? ميمبريم. طيب نيجي سؤال بعدها بيقول لي. زي ار ليفنج وارجانيزم. يما مين? ليفنج? اورجانيزم. بتتكون من سل. مين دولياميس? دوليوني? ساليولار? اورجانيزم اللي هما الكائنات. وحيدة الخلية. دي مين? شاكرين? برافو. زي البكتيريا. طيب كنا رغضين نوع تاني من الارجانيزم اسمه مالتي سيليولار اورجانيزم. مالتي سيليولار يعني كائنات فيها سل كتير. زي الهيومن وزي الايه? الانيمل والبلانت. نجي الاخر السؤال عندنا الاستين بستخدمها عشان اعمل كالور. الاون. استين يعني صبغة. الصبغة اللي بستخدمها عشان الون او السل. من غيرها مش هشوف السل تحت بتاعتي. مين بقى الصبغة دي? هي الميسايلين بلو. الميسايلين ايه? بلو. تبقى من غيرها مش هقدر هشوف السل لان هي مش ملونة هي ايه شفافة. وبكده الحمد لله يكون خلصنا اه على واتمنى ان شاء الله دينية تكون اسهل وقلطة. ونتقابل في كونسبت تو باذن الله. الله في الفيديو ده هنعمل على كونسبت تو. نشوف مع بعض كونسبت تو بيتكلم عن ايه? كونسبت تو بيتكلم عن التفاعل او الانتر اكشن اللي بيحصل ما بين طيب مين الانتر اكشن بتحصل يعني ايه انتر اكشن يميس قلنا يعني تفاعل يعني ايه تفاعل. طيب. اه ام عاوزين نعرف ايه التفاعل ده بيحصل ازاي? قبل ما نعرف التفاعل ده بيحصل ازاي? نعرف انتكر كده مع بعض ان البضي بتاعنا كان فيه من دايجستف سيستم ورسبيراتوري وسيركولاتوري ونيروز سيستم وفيه سيستمز كتير. هنعرفها مع بعض. طيب كل سيستم من دول بيعمل فونكشن معينة. طيب هل كل سيستم بيشتغل لوحده? يعني الديجستف بس مسلا يعمل وبعد كده يعمل لا لازم ان كله يشتغل مع بعضه. هي دي بقى كلمة انتر اكشن. ان كلهم بيشتغلوا مع بعض. كلهم بيشتغلوا ايه? مع بعض. وكله بيعتمد على بعض. لو اخد مسلا على الكلام ده اول بيقول لي ايه? ان وي او يو فيل نيرفوس. لما انت بتحس بالايه? بالنيرفوس. بالتوتر او العصبية. لما نحس ان احنا متوترين او بنحس بالعصبية. ايه اللي بيحصل? الهارت بيت انكريز. الهارت بيت انكريز. يعني ايه? يعني ضربات القلب بتزيد. عشان انت القلب عمال يعمل بمب بمب كده على طول وربعه. يبقى ده ضربات القلب ده كده بالنسبة لايه? ليه? مش الهارت مش البيت ده او الهارت ده طبع السيركيولاتوري. سيستم صح? يبقى كده اتحكم في مين او اثر على مين? السيركيولاتوري سيستم يبقى كده فيه سيستم ديشتغلوا مع بعض هنا. النيرفوس والسيركيولاتوري والايه? والسيركيولاتوري. طيب. تاني مثالة عندنا بيقول لي لما احنا بيحصل لنا نمو. النمو ده معناه ايه? ان البونزي بتاعتي بتكبر صح? البونزي دي طبعا عنه سيستم السيستم. طيب السيستم ده مش عشان يكبر محتاج انرجي. مين بقى اللي بيدي الانرجي? الفود اللي احنا بنكله. طب مين اللي بياخد يبقى كده معتمد على مين? يبقى هنا يعني ايه? يعني يعتمد على يعتمد على مين? الديجيستف سيستم. وفي الحقيقة مش بيعتمد على الديجيستف سيستم بس. طيب. هو احنا مش كما بيحصل ديجيشن. والديجيستف سيستم ياخد النيوترينس والانرجي من الفود. مش بيحتاج حد يجي ينقلها ويوزعها على البضي كله مسلا يوصلها للبونز. عشان يحصل لها اه نمو جروس. مين بقى اللي بيعمل الكلام ده? مين بيينقل? السير كيولاتوري سيستم اللي هو هو البلد. يبقى البلد هو اللي بينقل. فكده بيعتمد على وعلى السير كيولاتوري سيستم. يلا بينا نشوف المسائل اللي بعد كده. المسائل اللي بعد كده بيتكلمني عن السايكلس. السايكلس ده اللي هو الشخص اللي يعكيب العاجلة. طيب بيقول لي لو السايكلس ده تعرض لين? يعني ايه يا ميس يعني موقف خطر مسلا ماشي بالعجلة بتاعته? لقى ان في حاجة عالية هيقع من عليها. فده اللي هيحصل بقى? ان هو اول حاجة حصلت ان هو شاف شاف المكان العالية. فالاي هتعمل تبعت مسج سند مسج تبعت مسج للبرين. عشان تقول له انا شايف حاجة خطر اعمل ايه? او انا شايف حاجة خطر اعمل ايه? يقوم راضد عليها بسيجنالز باشارات. او بمسج برضو مكمل عليها مسج. طيب يقول لها ايه? يبعت بقى مسج للماصل ان هي تستجيب اه يرفع يديه عشان ما يتعورش. يعمل اي حاجة عشان يواجه ده. تمام? تمام. اه يبعت اه زود ضربات القلب عشان يواجه ده. يبقى لما باتعرض لموقف خطر ضربات القلب يزيد. الماصل بتاعتي بتتحرك. فده كده حصل ما بين مين ومين? ما بين اللي هو بعت المسج وما بين اللي هو الجهاز العضلي اللي هو الماصل بتاعتي وما بين اللي هو زا هارت بيتس. زا هارت بيتس. ده ايه? هارت بيتس. دربات. الايه? القلب زادت. ده سيركولاتوري سيستم. طيب الممكن ايه تاني قلناه. بعد التنفس. تنفس ده سيستم. فكل دي سيستم دي اشتغلت مع بعض. ده كان بيأكد لي برضو ازاي حصل اه او ما بين السيستم. نخش بقى على الاكزامل اللي بعده. بيقول لي ان عشان يعمل بتاعته. محتاج انرجي. طب هياخد الانرجي بتاعته دي منين? اكيد ناخدها من الفود. لما احنا بناكل عشان ناخد الانرجي. طب ازاي بنااخد الفود? الانرجي من الفود بقى? عن طريق الديجستف سيستم. فلما الديجستف سيستم بيعمل للفود اللي بيحصل بياخد منه طب النيوترينز دي خلاص خدناها من الفود. مين بقى اللي هينقلها ويوصلها للنيرفز سيستم ستير كيولاتوري سيستم. فده معناه ان النيرفز سيستم محتاج مين? النيرفز ده? محتاج حاكتين الديجستف عشان ياخد منه الانرجي ومحتاج ستير كيولاتوري. عشان يوصله الانرجي يوصله النيوترينز يوصله الاكسجين. تمام? وهو كده محتاج الديجستف والسير كيولاتوري. يبقى النيرفز سيستم بيعتمد على الاتنين دول. طب ممكن العكس اه ممكن العكس ازاي? ما هو الديجستف عشان يعمل بتاعته. عشان الاستومك تبدأ تعمل بتاخده مين اللي بيديها الوردر انها تبدأ تعمل ده? النيرفز سيستم. البيديها اه اه اردر انها MapIM. انها تبدأ تعمل داججشان. فكده الديجستف مش هشتغل من غير النيرفز. طيب عشان بردو السير كيولاتوري سيستم يبدأ يوزع في البادي كله. محتياج انه ياخد من سيستم. يبقى كده الديجستف والسير كيلاتوري بيعتمدوا علىuria. والنيرفز بيعتمد على والايه والسير كيلاتوري. يبقى لتنين كل بيعتمد على بعضوا. كل السيستم ذي في البادي بتاعنا بتعتمد على بعضها وبيحصل بينها بيحصل بينها ايه? انتر ايه? اكشن. يلا بينا النقطة اللي بعدها? يلا. بعد كده عن المصل صل. المصل ايه? صل. بكرين كلمة صل. اللي هي احنا بعضين نتكلم عن المصل صل بالزات. عشان هنتكلم بعد كده عن بتاع الايه المصل ده. عشان نبدأ بالصل. احنا كنا اخذين قبل كده الشكل ده لما قلت لكم ممكن نرسم الشكل بتاع السل. بقى كده. وجواها كده. هو ده شكل المصل صل. بشكلها ايه? وكلمة دي مهمة جدا. اللي هو خيت كده. يبقى وخيت طويل. يبقى هي المصل بتاعتي عبار السل بتاعتي عبارة عن لونج فايبر. لونج ايه? فايبر. طب ما لها لونج فايبر او ما لها السل مصل دي? او المصل سل. اول حاجة بتكون بيري سمول. بتكون ايه? بيري سمول. صح? وعشان هي بيري سمول كانت ورك ما تقدرش تشتغل كده كل سل وحدها. يعني السل الوحدها كده ما تقدرش تقوم بالفنكشن بتاعة المصل. طيب تعمل ايه بقى عشان تعرف تعمل بتاعة المصل? ان هي يعني ايه يعني تتجمع تتجمع او او فلما سل على سل على سل ويتجمعه كده مع بعض يروح ميديني فاكريني الشكل ده. قلنا عليه. قلنا عليه ايه? فهي عشان تقدر تعمل بتاعتها. محتاجة تكون عشان تبقى كده سل وبعضها. يقول لي ليس? وتقدرش تشتغل او تعمل بتاعتها. اقوله بتكون ايه? سمول. صغيرة جدا. طيب. السل دي كمان فيها حاجة مهمة قوي. ان هي لازمان ستور اند يوز انرجي كويكلي. يعني ايه ستورز اند يوز انرجي كويكلي. ان هي لازمان لما احتاجها مش لسه هتفكر ازاي تطلع لي عشان اقدر بص انا حركت دراعي بسرعة. مش قلت بقى المصل انا عاوز احرك دراعي ففضلت تفكر ازاي. لا لازمان بسرعة ان هي تطلع لي وتستخدمها لي بسرعة عشان اقدر اعمل ايه? الفانكشن اللي انا عاوزها. تمام? ده بالنسبة للسل اه المصل سل. اهم سؤال هنا اقول لي ليه? ما بتقدرش تعمل بتاعتها از وان سل. لان هي فعشان كده لازمان تعمل تتجمع وتديني ايه? تديني. ننقل عالنقطة اللي بعدها. احنا قولنا قبل كده ان دي بقى بتتجمع مع بعضها فتديني ايه? برافو. كده تتجمع تديني ارجن. ده بقى بالنسبة لي هنا هو المصل نفسها. المصل اللي هي العدلة. يبقى تشز او آآ باندل. او باندل. فتديني الاورجن. الاورجن هو بالنسبة لي مين? المصل. نيجي مثلا على اي مصل عندنا في البادي. المصل اللي هي الابر ارم. مين هو الابر ارم? اللي هي المنطقة دي. ده الابر ارم. الابر ارم اللي بيبقى بتوين. بتوين مين? بتوين الالبو. بتوين الالبو. اللي هو الكوع. اند شولدر. بتوين الالبو اند شولدر. يبقى الابر ارم اللي هو المنطقة دي بتبقى ما بين القلب وما بين ده مسال على الايه? على المصل. طب قاعدين نعرف بقى المصل ده بيعمل بتاعته ازاي? ايه اللي بيحصل? لما باقوز احرك دراعي. قبل ما نعرف ايه اللي بيحصل لازم ان نعرف ان كل اللي بيحصل لما بحرك دراعي مسؤول عنه سيستم مهمة اوي. اسمه المسكيولر مش مسكيولر سيستم مسكيولو سكيليتال سيستم. هو اسم طويل شوية بس سهل لو قسمناه هيبقى سهل جدا. سيستم مسكيولو سكيليتال سيستم. حد يقولي بقى يعباره عن ايه المسكيولو سكيليتال اللي احنا عافينه والسكيليتال اللي احنا برضو كلمنا عنه قبل كده. يبقى عشان احرك دراعي ما ينفعش المصل بس هي اللي اتحرك لحدها. لازم المصل والبونز اللي المصل متصلة بيها. عشان كده بيبقى توجزر مسكيولو سيستم مع سكيليتال سيستم مسكيولو سيستم مع ايه? مع السكيليتال سيستم مسكيولو ده زي المصل. السكيليتال زي مين? البونز. تمام? عاودي ان هارب بقى السيستم ده بيكون من ايه ومتكونش من مصل وبونز بس. انا قلنا المصل دي لازم انتكون متصلة بالبونز صح? طب مين اللي بيوصلهم ببعض حاجة اسمها? والتندونز والكارتيليج. جميس بالراحة انا احنا مش عارفين نسمع كارتيليج او اقول لكم بالراحة. والتندونز اللي تدين دول عاملين زي الشرايط اللي بيربط الروء اللي ربطها كده اللي بتربط الايه? المصل بالبونز. يبقى ده اسمه وتندونز وكارتيليج. ده مين هو الكارتيليج يا ميس? الكارتيليج زي هي الغدريف. الغدريف ده يعني ايه الغدريف يا ميس? عارفيني المنطقة اللي هي عند الاوزن دي اللي هتحسيها تحسوها كده بونز بس مش نشفة. طارية كده بتروحوا تيجي. بقى ده الكارتيليج هو ده الغدريف. حاجة عاملة زي البونز بس طارية. عارفين الارقوشة اللي احنا بنكلها في الكوكو دي هي الغدريف. يبقى الكارتيليج كارتيليج حاجة صلد بس مش صلد قوي زي البون بتبقى طارية. يبقى ده الكارتيليج يبقى بيتكون من مصل وبونز وتندونز وليجامينز وكارتيليج. التندونز والليجامينز دول الاربطة. قبل كده عند حاجة ما هالرباط الصليبي اللي بيبقى موجود في رجلي. لما لا قدر الله مسلا حد لعب كرة او حاجة يقولك حصل تمزك في الرباط فمعرفش يلعب تاني. ليه معرفش يلعب لان الرباط ده هو اللي كان ايه بيربط رجله من ورا. يربط المصل بالايه بالبون. طيب هو ده اللي جامينز بقى. هو ده الايه والتندونز. طب نخش على النقطة اللي بعدها. قبل ما نخش ناجع كده احنا قلنا اسمه ايه? مسكيولو سكيليتال سيستم. تمام? مسكيولو سكيليتال سيستم. طب عايزين نعرف بقى السيستم ده مسلا لما اجي احرك دراعي. ايه اللي بيحصل? احنا قلنا الحتة دي اسمها الابر ارم. اسمها لايه? الابر ارم. اللي هو بيبقى ما بين القلب وما بين الشولدر. طيب. انا ممكن احركوا ازاي? احركوا كده. اجيبوا كده. يبقى موف تورد شولدر. حركت دراعي باتجاه الشولدر. ايه اللي حصل? دي اسمها فرونت مصل. ودي اسمها باك مصل. يعني المصل اللي من فوق فرونت واللي من تحت باك. لما انا حركتي باتجاه الشولدر كده. اللي في الفرونت حصل لها كونتراكت. يعني انكمشت. اتنت على بعضها. واللي في حصل لها ايه? يعني اتفردت. طب لو عملت يعني فرجته كده. لو فرجته كده يبقى العكس. اللي هي باك اللي تحت مصيل اللي في هو ده اللي تحت بقى فيه اسمه باك. حصل لها واللي فوق اللي هي حصل لها ايه? ده كده بالنسبة لي بتاعة بيحصل ازاي? عن طريق والريلاكسيشن. انقباض وانبساط. آآ وريلاكسيشن. يبقى الماصل بتعمل بتعمل بتاعتها وعكسها بقى رد الفعل بيبقى. ننقل بقى عن النقطة اللي بعدها. يلا بي. عالنقطة اللي بعدها حاب بقول بس كده حتة ظننة. لما بعمل او عموما للماصل. في اللي بيحصل يعني كلهم بيتحركوا البون بس بتتحرك في اتجاه واحد. انما الماصل هي اللي بيحصل لها بتتحرك في بس سؤال هنا ايجي يقوليشن الماصل نفسها. ولا ا Czy opposite direction. لأ. يحصل لها احتاجاتاني احصل لها طيب. انما البون بيتحرك في يا اما مثلا باتجاه الشولدر يا اما بعيدة عن ده اتجاه البون. ماشي? ده بالنسبة للنقطة اللي ايه كنت عاوز ااكد عليه. نخش بقى على النقطة اللي بعد كده كانت بيتكلمني عن ايه? عن حاجة ما الميتي مصل. يعني ايه ميتي مصل يا ميتي مصل يعني ايه العضلات او العضلة القوية. المصل يعني عموما. عاوزين نعرف ان احنا عندنا نوعين من المصل. مصل وفولانتري مصل. يبقى وفولانتري. يعني يعني ايه مصل لا ارادية. يعني حركتها بيكون حركة لا ارادية. انا مش بوقفها بمزاجي واشغلها بمزاجي. بقى نقولها زي كانت كنترول. كانت ايه? كنترول. ما اقدرش اتحكم فيها. زي مين? زي المصل بتاعة الهارب. بسميها الكاردياك. مصل بسميها ايه? الكاردياك مصل اللي هي عضلات القلب. او عضلة القلب. المصل الكاردياك مصل دي. هلأ انا بمزاجي كده ممكن اوقف البمب شوية او وقف المصل اللي هي تعمل كنتراكت وريلاكس. اه او موقفهاش. لا هي لاتما تعمل ايه? تشتغل على طول لوحدها. هيبقى كانت كنترول. طب عندنا اكزامبل تاني اللي هي الايلد. اللي هي الحتة دي الرموش. الايلد. طب احنا دايما بنعمل بلينكة. بلينكة يعني بين بربش كده بحاجة لا ارادية. هلأ انت بتفكر قبل ما تبربش? لا. يعني لحد قرب من عينيك كده هتلاقي ايه? كده عنيك ايه بربشت. تمام? يبقى ده كده برضو يبقى الاي لد. الاي ايه? لد. تمام? انما ايه اللي في في الاي بيكون اللي انا اقدر اتحكم فيه اللي هي العين اللي جوه. النين عين اللي جوه. اللي انا اقدر ابص يمين كده او شمال كده. صح? ده انا اللي بكرره. يبقى الانفولانتري بقى كانت كنترول زي الكاردياك مصل او الاي لد. انما اللي بقدر اتحكم فيها زي مين? زي الابر ارم اللي احنا تكلمنا عليه من شوية. زي الاي بول يبقى زي الابر ارم. زي الاي بول. اللي هي كرة العين. كرة العين دي انا اقدر ابص بها يمين? او اقدر ابص بها شمال. دراعي هو انا بقدر احرقوا يمين? او شمال برحتي بقى ده بقى بنسمي ايه? يعني ارادي اقدر كان كنترول بقى ده نقول عليه كان كان ايه? كنترول اقدر اتحكم فيه. طيب تعالوا ناخد امثلة اكتر على اول اين خلاص كده كاردياك مصل واي لد. نتكلم بقى اكتر عن آآ مصل. يمصل عندنا مسال اول مسال قلنا عليه من شوية اللي هو اللي هو ايه? ايه? ارم. ده اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية اللي وبيعمل كنتراكشن. تمامي? بقى كده احنا اتكلمنا عنه عيثنا ده بيعمل كنتراكشن عشان يعمل عشان يعمل ايه? وده سؤال جي بريزون عما فيكرا يجي يقول لي ليه المصل بتاعمل كنتراكشن هقول له عشان يسمح لي بالحركة عشان اعرف اتحرك. طيب. تاني حاجة او تاني مسال على اللي هو الايه? الايبول. قلنا الايبول اللي هو بيتحرك الكرة العين بحركة مين وشمال دي خلاص مش هنتكلم عليها تاني. تالت حاجة بقى اللي هو الفور ارم. مين هو الفور ارم يا ميس? اللي هو اللي بنسميه بالعربي الساعد. الحتة دي الدراع ده. مش بقى المنطقة دي بس. ده الفور ارم. يبقى الفور ارم هي الحتة دي. وده بسميه البالم. الفالم اللي هو راحة اليد. ماشي? لو حركتها اوفر. لفوق. حاجة يحصل. اللي تحت كده يحصل لها. اه. واللي فوق ايحصلوا وان مصل يحصل لها والازر يحصل لها طيب لو حركتها يبقى البالمدة لو حركتو يبقى ده كده ايه? الواحدة والتانية اهيه? والتانية ايه? دي تانية تمام? يبقى انا يهمني بس اعرف ان لما بحرك في مصل بتعمل ومصل بتعمل. مصل بتعمل. لما بحرك البالم اللي موجودة في. تمام? ده طيب. رابع مثال اللي هو الابدومين مصل. الابدومين مصل. يعني ايه ابدومين مصل يا نيس? يعني العضلات بتاعة البطن. تمام? الابدومين مصل لو احنا كده مسكنا رسمنا مسلا بضي. مثال بس كده. المنطقة دي هي الابدومين مصل. طيب بتكون من ايه الابدومين مصل دي? من مصل على اليمين ومصل مصل على اليمين ومصل على الشمال. اللي بسميهم اللي هم الجنبين. الجنب اليمين والجنب الشمال. طيب. لما حد يجي لعب رياضة ويعمل كده او يعمل كده. لو عملت الصيد الصيد التاني يحصل له وم انا عميملة نحيته. ده اللي هيعمل يبقى ده بالنسبة للابدومين مصل. لو اميمتنا حية اليمين مسلا تبقى كده الجنب الشمال او العاظر صيد التاني يحصل له والناحية اللي انا مميملة ناحيتها هي اللي هتبقى ده بالنسبة للابدومن مصل اللي هو عنده يحصل له والوست التاني او التاني يحصل له يحصل له ايه? كده دي مصل يبقى حركة او بتاعت المصل معتمدة على اللي انا بعمل فاللم التاني يحصل له او المصل التاني يحصل له يبقى والايه? والريلاكسيشن. هاي. ننقل بقى على النقطة اللي بعدها. النقطة اللي بعدها عاوزين نتكلم عن اسمه الاندوكراين ايه? عاوزين نتكلم بعد كده على سيستم جديد اسمه الاندوكراين سيستم. مين هو الاندوكراين سيستم ده? الاندوكراين سيستم ده هو السيستم اللي مسؤول او فيه مجموعة اسمها الغدد. الغدد اللي هو اسمه بالانجليش جلانز. يبقى ال meteきث دي هي forums اللي موجودة جوا الاندو كراين سيستم. طب يعني ايه غدد? اني انا قبل كده عن حاجة مها الغده الدراقية. هي دي اللي موجودة في طبعا ما عنديش غده دراقية بس انا عندي غده كتير في الجسم. ده مسلا البنكرياس. البنكرياس ده يعتبر غده. يعتبر غده. ليه بقى بقول عليه غده? ليه كل من دول بقول عليهم غده. لان هم مسؤولين ان هم مادة كيميائية اسمها ايه? اسمها الهرمون. اسمها الهرمونز. الهرمونز دي هي مواد كيميائية موجودة في البادي بتاعنا. دي مسلا الانسولين هنتكلم عليه من شوية كمان شوية كده. الانسولين ده يعتبر هرمون. من اللي بيفرزه? البنكرياس. عشان كده بنقول على البنكرياس غده. اسمه ايه? هو دي البنكرياس بيفرز لهرمون. دي الانسولين. الانسولين مسلا او الهرمون ده مسؤول عن ايه? اي هرمون مسؤول ان هو ينظم الاكتيبيتي او الوظائف الحيوية بتاعة الجسم. بتاعة البادي بتاعنا. ما يشيبه مسؤول عن هو ساكرتس هرمونز. ساكرتس ايه? هرمونز. ان هو يفرز لي الهرمونات او ساعة اقول انزيمز. الانزيمات. الانزيمز. عندنا مسال برضو على هرمون بنسمعه كتير او بنسمع اسمه كتير. يقولك ما تخافش وانت ماشي جنب دجة عشان بيشم ريحة الخوف. ايه بقى ريحة الخوف دي? هو هرمون اسمه الادرنالين. اسمه لايه? الادرنالين. او ادرنالين. مش عليك الهرمون ده بس انا بفكرك يعني ايه هرمون? بل الادرنالين ده? هو اعتبر هرمون بتفرزه غدة معينة. يبقى الغدة دي اسمها الغدد اسمهم ايه? ده كده مسال بسيط على الهرمونات والهرمونات دي بتعمل ايه? طب الهرمونات دي ايه? بتاعتها في البادي بتاعنا? اول حاجة بتعمل لي تنظيم للتنبريتشر درجة حرارة البادي. يبقى بتنظم او آآ بتتحكم في زا ايه? زا بادي. بتاع البادي. درجة حرارة الجسم. طيب. لو قلنا كده في آآ وكبا لأ قبل ما نقول الاندوكراين بيشتغل معاني سيستم عايزين نقول برضو ان هو بيتحكم في ايه? في الآآ في الضربات القلب. ازاي بيتحكم في ضربات القلب? فاحنا لما منكون في مسلا كده بيجي ورانا. بنحس ان ضربات القلب زادت من كتب الخوف? مين بقى اللي زود ضربات القلب دي? الهرمون اللي انا قلت ان هو الدج بيشم ريحته اللي هو الادرنالين. هرمون الادرنالين هو اللي تحكم في آآ في الهارت في ضربات القلب. عشان تزيد. طب ليه عاوزها تزيد? عشان تديني اكسجين كتير. احنا عارفين ان الهارت بيعمل بامب للايه? البلد. البلد ده محمل بالاكسجين. فده بسميه اكسجينيت بلد. اكسجينيت بلد. لو البلد محمل بالاكسجين فهو عاوز يدي البطي بتاعي انه عشان يجري فيقوم الهرمون ده محفز او مخلي الهارت يديني البلد اللي فيه اكسجين عشان المسل بتاعتي تقدر ايه? تجري. انا بقى في اللحزة دي كلمت عن كزا سيستم عمل كزا حاجة. اول حاجة النيرف السيستم اللي ادى اردر للجلاند للجلاند الغده ان هي تفرز الهرمون بتاعها. مثلا الهرمون الادرمالين. عشان يزود كده السيركيولاتوري سيستم. يبقى كده نيرف السيستم. اندوكراين سيستم سيركيولاتوري سيستم. السيركيولاتوري سيستم هيعمل بامب للايه? للاكسجينيت بلد. علشان يخليني اخد انرجي فالمسل بتاعتي تتحرك فاقدر اجري. فده ايه? ده ماسكيولر سيستم او ماسكيولو سكيليتال سيستم. طيب وانا باجري مش بتنفس كتير. باخد بانكريزينج بريست. انكريزينج بريست. اللي هو الزيادة الايه? معدل التنفس. فده برضو ريس فيراتوري سيستم. يبقى كده في كده سيستم بيحصل بينهم انتر اكشن ولا ما فيش? طبعا فيه انتر اكشن. يبقى عارفنا كده يعني اندوكراين سيستم. الاندوكراين سيستم ده اللي هو بتاعته الغدد. الغدد دي اللي بتديني هرمونز. الهرمونز دي اللي بتنظم لي بتاعت البادي. وبتنظم لي بتتحكم في استجابة البادي. يعني استجابة. استجابة ايه? البادي. في اه في يعمل ايه في طبعا بمساعدة مين? النروس سيستم. بمساعدة النروس سيستم. ننقل بقى على النقطة اللي بعدها. يلا بينا. السيستم عندنا هو مين? هو الديجيستف سيستم. الديجيستف سيستم. ده هي ما احنا عارفيني ان الديجيستف سيستم هو اللي بتديني الفيول او الانرجي. اللي بحتاجها عشان بتاعتي بتعمل طيب. احنا الكلام ده بيحصل ازاي? بقى ازاي ياخد الفود ويقعد يحولوا الانرجي عشان يديني الايه? الانرجي اللي قدر اعمل بها اول حاجة اول اصلا في هو الماوس. تمام? اول ما الفود يدخل الماوس اللي بيحصل طبعا بنعمل مضغ. والتيس بتاعت تعمل اللي هي ايه? طحن الفود. برافو. يبقى اول حاجة بتحصل في الماوس ان انا بعمل وبعد كده بعمل للفود طحن. وبعد كده بيحصل للفود ده مايستن. ومش بعد كده ولا حاجة. وكل ده لازم ان يحصل مع بعضه. مايستن او او ايه? سوفتن. سوفتن ان انا برطبه او مايستن ارطبه. طب الكلام ده بيحصل ازاي? المايستن والسوفتن عن طريق ليكود. ليكود موجود في الماوس اسمه السلايفا. ليكود موجود في الماوس اسمه الايه? السلايفا. طب السلايفا ده لك وداعاة دي كده زي الواتوا بفوش اي حاجة. لأ. جواها السلايفا دي بيبقى جواها كيميكال زي جواها ايه? الكيميكال زي دي اللي كان بيخرجها مين اللي هي الجلانز اللي موجودة جوة الكميكال زي عبارة عن o موجودة جوة מين السلايفا يتخرجها الايه? اللي موجودة في الموس اللي يتبع تمام? السلايفة اللي هي بنزدالي بنقول عليها بالعربي اللعاب. في مين بيخرجوا بقى غدد اسمها الغدد اللعابية اللي هي اللي هي تبع ودي نوع من انواع الغدد. بقى اول حاجة او اخر حاجة قلناها ان السلايفة بتقرج الكيميكالز والكيميكالز دي زي الهرمون او وهي اللي بتعمل لي ايه بقى يا ميس ايه لازمتها برضو تعمل مويستن وبريكنج داون مويستن وبريكنج ايه داون للفود انتو سيمبلر بارد. يتحولوا الاشكال ايه ابسط او اجزاء ابسط. عشان البادي بتاعي يقدر يستفيد ايه منها. فاحنا كده عارفنا ايه اللي حصل في الموس. بعد كده هعمل ايه? هعمل سوالو. هعمل ايه? سوالو. سوالو يعني ابلع. سوالو يعني ايه? ابلع. طيب لما ابلع ايه اللي بيساعدني على البلع? المصل اللي موجودة في البادي بتاعي. المصل بتاعتي المصل دي يبقى المصل هي اللي بيساعدني انا اعمل سوالو. طيب حد انا يقول لي ايه او هنا بيحصل ما بين اني سيستم. والمسكولر سيستم. طيب. المصل خلاص عادت ان انا اعمل سوالو. دخل على مين? على الاسوفيجس. بل الاسوفيجس دي من ضمن المصل برضو. اللي بستعيدني اعمل سوالو. بعد الاسوفيجس اللي هو مين? المريء. بعد كده هيدخلني على الاسوفيجس ده بياخد الفود مني ويدخلوا على الايه? على الاستومك. بيدخلوا على مين? الاستومك. الفود ده خل الاستومك يكمل بريكنج داون. يكمل تكسير او يكمل دايجستف. او دايجيشن. تمام? طيب ايه اللي موجود في الاستومك بيساعد على الاستومك او بريكنج داون. برافو كيميكالز تانية. اسمها الاسد. او الانزايم. مش او او اما الاتنين موجودين مع بعض. و ايه? الانزايمز. الانزايمز دي بسميها الديجيستف انزايمز. انزيمات هاضمة. مين برضو اللي بيخرجها? الاندوكراين جلند. الاندوكراين سيستم اللي هو الجلند اللي موجودة جواها. طيب والاسد دي دي كيميكال. زي الاسد. اسد بالنبالي مادة كده بنقول عليه اسد حامضة. زي مسلا اللمون. ده اسد. ماشي? ففيه في جوانا في الجوة الاستمك. اسد برضو زي اللمون. اسمه ايه? اه او كيميكال زي اللمون اسمها اسد. الاتنين دول بيساعدوا ان يحصل بريكنج داون. يحصل ايه? بريكنج داون تاني. بعد اللي حصل فيه الموس. طيب خلاص كده الاستمك عمل بريكنج داون. هيديها مين? على مين? على الاسمول ايه? انتستن. فالاسمول انتستن دي مرحلة تالتة من البيكنج داون. هيحصل برضو بريكنج داون. احنا زي ما تعودنا لازم ان فيه انزايمز او حاجة تساعد على البريكنج داون. فالاسمول انتستن بيقشلها تو انزايمز. تو ايه? انزايمز نوعين من الانزايم. انا مش علينا اساميهم. بس نعرف ان في انزايمز بيجي من البنكرياس. وانزايم تاني بيجي من الايه? من الليفر. او بخصوصا الجول ايه? الجول بلادر بتاعت الليفر. اللي هي الحويصالة الصفروية. اللي هي الحويصالة الصفروية اللي بيكون موجودة. هي الليفر. اللي هي ان احنا عاكمنا بل عليها الايه? المرارة. طيب. فدلوقتي احنا عندنا بيتصب عليه انزايمز من ناحيتين. ناحية من البنكرياس. وناحية تانية من الايه? من الليفر او الجول بلادر او اللي هي حويصالة الايه? الصفروية. دول بيعملوا هو بيعملوا بريكنج داون. طيب. هو الحقيقة في مش بيحصل بريكنج داون بس. لا ده كمان بيحصل خلاص كده هو الفود اتعمل له كتير. عاودين بقى نعمل الابزوربشن من الفود. مين اللي هيعمل الكلام ده? الاسمول انتستين برضو. عن طريق ايه? الوولز بتاعة الاسمول انتستين فيها بلاد بيسلز. فيها ايه? بلاد بيسل. البلاد بيسلز دي هي اللي بتعمل ابزورب بتاعة الفود. طيب عملت ابزورب خلاص. وعملنا بريكنج يدون. الخلاص اللي تبقى ده اسمه حاجة مش هستفيد منها تاني. بسمها ان دايجستد ايه? طيب دي بتخش على مين? على اللارج انتستين. بتخش على اللارج ايه? انتستين. طيب ايه اللي بيحصل لها في اللارج انتستين? احصل لها ابزوربشن تاني. هدواتي لسه سوبي لسه ليكود. ماشي? يحصل لها ابزوربشن. بس المرة دي بعمل ابزوربشن عشان اخرج مين? او اخد منها مين? الووتر. طيب بعد ما باخد منها الووتر عن طريق اللارج انتستين. بعد ما باخد منها الووتر بعد ما كانت ليكود اتحاول لايه? لسولد او بنسميه فيسل. صولد? الصولد ده بتسميه فيسلز او ستول. او ستول. ماشي? ده اللي الجسم بيطرده برا عن طريق مين? الانس. ماشي دي اخر ارجن في دلوقتي خلاص عملت ابزوربشن للووتر من ودخلتها فين? ودتها على اخر حاجة بس نقولها الريكتن. الريكتن ده ده اخر برد قبل الانس. اسمه المستقيم الريكتن ده بسميه المستقيم. ده قبل الانس هاراتول هو اللي بيعدي منه السولد او الفسلز. يعني انا لو رسمنا رسمة بسيطة كده. دي اللارج انتستين. ماشي. بتنزل كده. تمام? بتمشي كده. بيتمشي كده. بينزل بقى حتة كده مستقيمة. كده وبعد كده ينزل الانس. الحتة المستقيمة دي هي الفود يمشي 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 وعرفنا ازاي بناخد منه النيوترينز. نقعد نعمل له بريكينج دون. لحد ما ايه? ما عمله في في فتاخد منه النيوترينز ولياخدها البلاد بيسل. بيعمل لها ليه? علشان يوزعها. احنا عارفين السيركيولاتوري السيستم. طبعا ده كده ما بين البيجيستف والسيركيولاتور. لان البلاد بيسلز يتابع مين? السيركيولاتوري. فتوزعها على البادي ايه? كله. النيوترينز ديت وزعها على البادي كله. قبل ما نخش على النقطة اللي بعدها او السيستم اللي بعده. عايزين نعرف كده معلومة. ان البادي بتاعنا. او الماصل بالتحديد. احنا عارفين هي للشجر. علشان تديني انرجي بتخزن الشجر اللي بيخش جسمي. علشان تديني الانرجي. ماشي. الشجر ده المفروض ان هو جلوكوز شجر. صح? اللي انا بستفيد منه اسمه جلوكوز شجر. زي البلانت كده بالزبط لما كان بيعمل فكان الشجر اللي بيتكون عنده جلوكوز شجر. طيب. هل الجسم بقى او الماصل بتخزنه بتعمله على شكله جلوكوز لا. ما بتقدرش تعمله. اشتره هو جلوكوز شجر. بتحوله الاول لحاجة مع جلايكو جين. جلايكو جين. دي المادة اللي هي بتبقى ايه? اه الشكل المحاول من الجلوكوز. عشان البادي بتاعي ما بيقدرش يخزنه على شكل جلوكوز. فلازم يخزنه على شكل جلايكو جين. جلايكو جين. طيب لما البادي بقى يحتاج انرجي يخبط على الماصل كده يقول لها انا محتاجة انرجي. اعمل ايه? حوليلي الجلايكو جين ده تاني لجلوكوز. فتروح ما حاولها للجلوكوز يبقى هي بتخرج الجلايكو جين ده. حبة حبة على شكل جلوكوز لما البادي يحتاج الايه? الانرجي. يبقى اهم معلومة اعرف ان البادي او الماصل ستور جلوكوز شجر على شكل جلايكو جين. وبعد كده ترجع يعني نتحوله من جلايكو جين لجلوكوز. يلا بينا بقى ندخل عالسيستم اللي بعده. السيستم اللي بعده هو اسمه الاكزيكراتوري سيستم. حد يعرف مين هو الاكزيكراتوري سيستم? من اسمه كده اكز يعني خروج. يبقى هو جهاز او الجهاز الاخراجي. ماشي? يبقى الاكزيكراتوري سيستم. طب الاكزيكراتوري سيستم ده مين المسؤول عنه? ثلاث حاجات. الراكزيكراتوري سيستم. او بينقاس مني ثلاثة سيستم. الراكزيكراتوري سيستم. والسكن واليوريناري سيستم. يعني ممكن نعتبر ده في سيستم واحد. طيب. طيب يميس والديجستم. لا الديجستم بيعمل وبعد كده بيحصل اه اه اكزيكراتوري. ماشي? لكن مش بيشارك في اكزيكراتوري. طيب. يميس بيعمل اكزيكراتوري ازاي? بيخرجلي بتاعتي من الباضي ازاي? احنا عارفين يعني جهاز اخراجي يعني بيخرج يعني الحاجة اللي الباضي بتاعي خلاص مش محتاجها. طب يخرجاني عن طريق اه احنا كنا عارفين ان احنا في بنخرج ما ده بالنسبة لي بيخرجوا ليه? عشان هو ايه? مش محتاجاها. يبقى ده. اكزيكراتوري سيستم ليه? لان هو بيساعدني ان اتخلص من اتخلص من اتخلص من مين? من الكاربون دايكسايد. طيب ده كده اول سيستم في الاكزيكراتوري سيستم. ثاني حاجة الاسكن. الاسكن دي بتخرج لي ايه? بتخرج لي السويت. سويت ده اللي هو ايه? العارف. لما حد يعمل مجهود كتير كده. وحس ان هو خرج منه السويت المية اللي بتخرج من جيت ما عن طريق. ماشي? يبقى ده برضو. ثاني حاجة. السويت ده بالنتبالي جوان احنا مش محتاجينها. فالبادي بتاعنا بيخرجها. ده. طيب. ثالث سيستم بقى وده اهم سيستم بالنتبالي. اليوريناري سيستم. اليوريناري سيستم ده اللي هو الجهاز البولي. الجهاز اللي ايه? البولي. وده بيخرج لي كتير قوي مع الووتر من البادي. طيب ايه اللي هيحصل? وهنتكلم عنه طبعا بالتفصيل. ايه اللي هيحصل بقى يا نيس لو ده مش موجود ومعرفش هتخلط من اللي هيحصل ده بادي. ان البادي بتاعنا هيبقى ايه مريضة بقى تعبان. مش هيقدر ايه يمارس بتاعته بطريقة طبيعية. ماشي? يبقى ده مهم جدا. يلا بينا بقى نعرف اليوريناري سيستم بالتفصيل. يلا بينا. قلنا ده هو اليوريناري سيستم اليوريناري سيستم اللي هو احد اجداء كان سيستم من كمام؟ طيب اليوريناري سيستم ده بيساعدني ان انا اعمل ايه؟ جيت رايت اوف ويست ماتيريال ان انا اتخلص من الويست ماتيريال عن طريق بروسس اسمها اليوريناشن اليوريناشن بقى ده اليوريناري سيستم الجهاز البولي. بيعمل اليوريناشن ليه? عملية الايه? التبول. ناشي? دي اليوريناشن. طيب اليوريناشن ده. آآ عايزين نعرف بقى ايه المراحل اللي مرت عشان تحصل في الاكل اليوريناشن. اول حاجة احنا عندنا في الجهاز اليوريناري سيستم ده اهم حاجتين. الاتنين دول اسمهم. الهم مين يا ميس دول? الهم الكليتين. دي ودي. دول اهم حاجة في اصلا اليوريناري سيستم كله. ليه بقى اهم حاجة? لان دول الارتريز اللي هو الشريان الكبير. الارتريز كبير ده مش البلد بسيز الصغيرة الكبير. اللي هو بيجيب من الارت. هيودي على مين? على عشان ينقي البلد. يعمل فيلتر للبلد. طب الحاجة دي يا ميس بيعملها كله قد ايه? يعني بيعملها حوالي تلتمية مرة في اليوم. يبقى مهمة ولا مش مهمة? مهمة جدا. بتعمل لي ايه? فيلتر زي بلد. حوالي سري هندرد تايمز ايه دي. ومين اللي بيجيب لها البلد? ايه اللي بيجي من الهارت. اللي بيجيب البلد من الهارت. طيب دخل كده جوا. ايه الكدن. الكدن دي جواها حاجة ما ايه حاجة معها. زي المصفة كده. جواها يعني المفروض بتبقى عاملة كده. دي المصفة. ماشي? دي عاملة زي المصفة. هي اللي بتعمل لي فلتر. بسميه مايكرو فلتر. ليه مايكرو? دي خرم صغنانة قوي او قنوات صغيرة او بسميها قنوات. ماشي? بس ازغيرة. هي اللي بتعمل لي فلتر للبلد جوا. طيب عملت فلتر للبلد يعني اكيد طلعت منه ماشي? البلد ده كان فيه مفروض فيه بروتين. حصل له البروتين ده قسر. فدلع لي اسمها ليوريا. يبقى ده اول آآ اول وست ماتيريال طلعت معايا. ليوريا. ماشي? يبقى اول بتطلع من الكدني هي اليوريا. فليوريا بالنسبة لي هي نتجة عن ايه? عن ايه? تكسير البروتين. تكسير الايه? البروتين. تب ليه يميسل آآ الجسم مايتخلصش من البروتين مرة واحدة بدلا مايقعد يكسر فيه ويحولوا اليوريا. عشان البروتين ده. او خلايا البلد كبيرة قوي ان هي تخرج من خلايا كبيرة. فبنكسرها لحاجات اصغر نقدر الجسم يتخلص منها زي اليوريا. طيب دلوقتي اتحول آآ البروتين جوه بعد ما تكسر اتحول اليوريا. ايه اللي بيحصل بعد كده? اللي بيحصل ان انا عندي حاجة هنا اسمها اليوريترس 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 اللي هما الحالبين ده. وده دول اسمهم ايه? اليوريترس اسمهم اليوريترس. طيب هايخرج من بقى اليوريا دي. بس قبل ما تخرج قبل ما تخرج هتتحول تاني لحاجة اسمها اليورين. جوه الكدني برضو يتحول لحاجة اسمها لايه? اليورين بقى ده هيجمع ازاي عشان ينزل هيجمع من من الكدني عن طريق اليوريترس اللي هي الحالبين. عندنا ده هينزله لحد ما اليورين ده بقى اللي هو المية اليورين ده هيدخلو يجمعو حاجة مال ايه? البلادر. البلادر بالنسبة هي المسانة. البلادر هي المسانة. يبقى دلوقتي خرجنا من الكيدني عن طريق مين? عن طريق اليوريتروس. اليوريتروس دي هتنزله لحد ما يتجمع في اليورين اهو تجمع في البلادر. البلادر دي هي المسانة. طيب بعد كده بقى خلاص هاي الماصل بتاعتي تنزله فين? من لحاجة اسمها اليوريسرا اليوريسرا اللي هي ايه بقى? اللي هي القناة البولية. القناة اللي بيمشي فيها اليورين دي. اليوريسرا القناة البولية. القناة الايه? البولية. طيب يبقى اول حاجة خالص. جيه من الايه? من البادي بتاعي. عن طريق اللي بياخد من الهارد. ويروح ليه الكيدني. ودى للكيدني. ليه ودى للكيدني عشان الكيدني جوها نيفرون ستعمل فلتر للبلود. بعد ما عملت فلتر للبلود خلاص حولته كسرت البروتين وحولته اليوريا. اليوريا هيحصل له فلتر تاني نفلطها اكتر. فتحول اليورين. فده مفوض يخرج برا البادي. طيب. اه بعد ما يخرج برا البادي. او هيخرج برا البادي زي. يجمع من الكيدني عن طريق اليوريتروس. اليوريتروس اللي هي القناتين دول. اسمهم الحالبين دول. ينزلوا كده من من السوق كيدنيز ويروحوا على البلادر. يتجمعوا في البلادر اللي هي المسانة. بعد ما يتجمعوا في البلادر يضطردوا برا بقى البادي عن طريق اليوريسرا اللي هي القناة البولية. ويبقى كده اتخلصنا من مين? من اللي موجودة في في البادي كله. تمام? يلا بنا بقى نخش على النقطة اللي بعدها. النقطة اللي بعدها هنتكلم عن حاجة ما الديابيتز اللي هو مرض السكر. عادرين نعرف مرض السكر ده سببه ايه? وبيجي من ايه? تمام? قبل ما نعرف المرض السكر ده سببه ايه? نفتكر مع بعض الجلند بتاعتنا او هو هو مين? فاكرين البنكرياس اللي كان بيخرج الهرمونز والانزايمز على عشان تعمل للفود. طيب البنكرياس ده بيخرج انزيم تاني او هرمون تاني اسمه الانسولين. لو جبتلكم سيرتو كده في اول الفيديو لما كنا بنتكلم عن من شوية. اه يبقى البنكرياس ده هو اللي بيخرج لي الانسولين. طيب الانسولين ده ايه بتاعته في البادي بتاعت يا ميس بتنظم لي بيعمل لي شجر بينظم لي الليفل بتاع الشجر في الايه? ان بادي في البادي بتاعي. الانسولين ده هو اللي بيمنع لو اشتغل صح بيمنع تراكم السكر في البادي. في البادي بتاعي فبيمنع ايه? طيب لو البنكرياس بقى ما افرزش الانسولين بالكمية الصحيحة. ما قرقش اه بالمناسبة كلمة يفرز يعني ماشي? اه يفرز طيب البنكرياس بقى بيخرج للانسولين لو ما قرقهوش بطريقة صح هيحصل مشكلة. ايه المشكلة اللي هتحصل? الانسولين ده مش هيقدر يتخلص من السكر اللي موجود او مش هيقدر يستخدم او يحول السكر اللي موجود في البادي التاعي. فالسكر يحصل له ايه? هيتراكم. يتراكم في البادي. فنسبة السكر كده هتعلى. فيحصل اللي هو ايه? مرض السكر. يبقى الديابيتس ديسيز ده بيحصل نتيجة ديس اولدر اندوكراين سيستم. يعني ديس اولدر اندوكراين سيستم. يعني مشاكل في السيستم الاندوكراين اللي هو فيه الجلند زي البنكرياس ده. لو حصل خلل او مشكلة في الاندوكراين سيستم مش هيفرز الانسولين او الانزيمز بطريقة صحيحة. فمش هينظم الشجر في فيحصل تراكم للشجر. فيسبب ضيابيتس ايه? يسبب ضيابيتس. طيب. مرض السكر بقى المفروض يعملوا ايه? علشان ما يتحطوش مشاكل بسبب المرض ده. اول حاجة لازم ان يعملوا مونيتور. مونيتور ان هم ايه? يرقبوا. يرقبوا مستوى السكر في البلد. انت يحصل له هاي? عشان لو حصل له هاي او لهما ممكن يعلى او يقل. ممكن يبقى عالي الشجر كتير او ممكن يبقى قليل. ماشي? يعني ممكن البنكريات ده يفرض الانسولين بكمية قليلة. فما يكفيش ان هو ايه? يحول السكر في الباضي في السكر يتراكم. او ممكن يفرضوا بكمية كبيرة فيقلص لي على كل السكر ومفروض فيه نسبة معينة. فكده ممكن يحصل له هاي? يبقى كتير او لو. المرضى السكر دول بقى المفروض ان هم ايه? يرقبوا يعمل له مونيتور. مونيتور يعني ايه? يرقبوا بتاع الشجر ده. امتى يحصل له هاي? او حصل له لو. ماشي? طب بعد ما يرقبوا يميس وحصل كده المفروض ياخدوا ايه بقى? ياخدوا عليك عشان يتحكموا فيه او اللوت. طيب. ظهر بعد كده فيه اجهزة طبعا اه بتقيس الحاجات دي. فيه اجهزة ايه ديجيتال كده? بتساعد عن انا اعمل مونيتور. ارقب الايه? الرائب الرائب. طيب بعد ما رائبته مفروض بقى ان انا خلاص هلجأ للعلاج بتاعي. طيب. فيه بقى اجهزة عمل الثاني. ان هو بعد ما يرائب هو اللي يحل المشكلة هو اللي يحط العلاج. طب هو العلاج ايه ياميس اصلا? احنا عندنا مشكلة في الانسولين. صح? عندنا مشكلة في الايه? في الانسولين. فالانسولين ده لو فيه جوه الباضي بتاع او يعني الانسولين ده جوه الباضي بتاع انا في مشكلة. انا بقى ممكن اديه للجسم من بره. طيب ممكن اعمل ادي المريض ده شوتس جرعات من الانسولين. ادي له جرعات من الايه? من الانسولين. الانسولين ده كيميكاز مادة كيميائية ممكن انا اديها للباضي من بره. يبقى شوت اوف انسولين. ادي له جرعات من الانسولين. ففيه بقى اجهزة ما عنداش الكودة ان هي تدي الجرعة. وفيه اجهزة عندها لو ما فيش قدرة قده بياخد الحقن من برا. اللي هو من الابرة عادي. طيب. انما لو في ديجيتال. فيه بقى اجهزة ديجيتال. بعد ما بيحصل اه ان هو بتاع الشجر هو نفس الجهاز بيعمل للليبل اللي هو محتاجه من او للكمية اللي هو محتاجة من الايه? من الانسولين. تمام? يبقى كده عارفنا الضيابات وازاي بيحصل? ومين اصلا السبب فيها? وازاي نحل المشكلة دي? ان انا ادي للمريض اه جرعات من الانسولين. ممكن اديه له لما هو الجهاز اللي هو ديجيتال ده اللي هو بيحقن بنفسه? لأ اه ممكن اديه له من ايه? اه في الصيدلية بقى عند الدكتور الكلام ده. تمام? اه لازم ان طول الوقت يعمل يرائب الليبل بتاع الشجر حصل له هاي ولا حصل له له. وبكده يبقى احنا خلصنا على ويلا بينا بقى نشوف جزء الاسئلة. اول سؤال بيقول لي. لما انت بتلمس حاجة في يشوف بتبعد ايدك بعيد. صح? مو فاوي كويكلي. كلام ده بسبب التفاعل اللي بيحصل بتوين نيرفوس سيستم اند مين? نكون قايلين? ان اول ما يبعت مسيج ان فيه مين اللي بيتحرك? المسكيولر سكيليتال سيستم او مسكيولو سكيليتال سيستم هيدي للمسلزي تاعتي ان انا ايه? اشيل الايدي بسرعة. يبقى ده طبعا المسل ما بتتحررش من من? يبقى ده كده ما بين النيرفوس وكمان المسكيولو سكيليتال سيستم اللي خلى ايدي ايه? تبعد بعيد بسرعة. طيب الثاني سؤال بيقول لي السكيليتال ماصلز. السكيليتال ماصلز. كان استور اند يوز ايه? كويكلي. كنا واخدين قبل كده? ان السيل ماصل. السيل ماصل. لازم تستخدم الانيرجي اللي جواها ومخزناها كويكلي بسرعة. يعني وقت ما احب احرك ايدي مش لسه هتفكر ازاي تستخدم الانيرجي جواها. يبقى كان استور اند يوز انيوجي كويكلي. تمام? وين يور هارت بيتس اند بريسنج انكريز. لما ضربات القلب ومعدل التنفس انكريز. بيزيل. يور بادي سند ايه سند مور ايه بلود كده نفتكر مع بعض. لما قلنا ان الهارت بيت بيينكريز والبريسنج انكريز. لما بتنفس كده مش بدخل الاكسجين. والاكسجين ده بيحصل بمب مع البلود من الهارت. يبقى كده الهارت بيت بتزيد ليه? لان هي بتعمل اه اللي بتدي للبادي اكسجين بلود فيه اكسجين. عشان يوصل للمسل ويوصل عشان يقدر يعمل ايه? يواجه الخطر. يبقى ده كده. اه اكسجين اتب. عشان كده اللي ما متعرض لدينجرس سيتوائشن لازم ان الهارت بيتس بزيد عشان تديني اه اكسجين اتب بلود يخليني اقدر اواجه الايه الدينجرس سيتوائشن ده. اويت. اه واست برودكت. واست الوست ماتوريال. يعني انهي ماتوريال اللي كان بتخرج عن طريق الاسكن. برافو عليكم. اللي هو العرق. السويت. اللي كان بيخرج من البورز بتاعة السكن. نيجي للسؤال اللي بعده بيقول لي. يتتحرك. اللي بتاعتي تتحرك. نتيجة والريلاكسيشن. بتاعة مين? عن طريق مين اللي بيبقى متصل بالبونز? طبعا عن طريق المسل. والمسل دي دي نعارفيني لازم ان تكون لان هو على بعضه لازم ان اشتغل ايه مع بعض. ازا بيشتغل لوحده ولا ده بيشتغل لوحده. يعني ايه بعده? بعد كده يعني ايه? اشتغل السبب. او سألو اللي بيبقى سولد ويست. ليه بيتحول لسولد ويست? احنا عارفيني من هو الحد بيفضل سوبي او ايه? تمام? لكن اول ما يخش بيحصل له بياخد كل اللي موجود جواه. فانا كده اخدت الحاجة اللي كده عمله لكويد. فبقى ايه? صولد. يبقى اقول? بيكوز ايه? لارج انتستن. مالها? ابزرب. ابزرب ووتر اند. هي ووتر بس مش اند. الاسمول هي الاند نيوترينز. هنا ووتر فقط. يبقى ابزرب ووتر فروم ايه? ات. فروم ات. الفروم اندجستد فود. فبقى انا كده اخدت منه الايه? الووتر فبقى صولد. طيب ميجي السؤال بعد كده. بيقول لي لازم يدو نفسهم لازم يدو نفسهم جرعات من الانسولين. طب ليه? نقول ان بيحصل مشاكل في الاندوكراين سيستم. البنكرياس الغدة لمسؤولة عن الجلاند يعني اللي هي مسؤولة عن الانسولين. بتديب كميات مش كافية او كميات زيادة قوي. تمام? اللي بياخدوا انسولين بقى بيبقى البنكرياس بيفرزوا بكمية قليلة. عشان كده الانسولين بيبقى قليل في البلد. نشوفه بيحتاجوا انسولين من برة. يبقى بقى حط لهم ايه? بحط لهم جرعات من الانسولين. ممكن ياخدوا جرعات دي عادي. حقن عادي او ممكن ياخدوه. ايه? بالديجيتال ديفايس اللي احنا قلنا عليه. بنسميه انسولين بام. بيعمل نفس البنكرياس بيعمله. بيبقى جهاز متصل بالبادي. بيقسلي اللي بيتحكم لي كده يعرف لي حصل له ولا هاي? لو حصل له. يعني آآ نسبة السكر قلت. فكده نسبة الانسولين قلت يروح اعمل جرعات مناسبة من الانسولين. يبقى ليه بيعمل كده? ليه بياخدوا او آآ شوتس من الانسولين? انقول. عشان يتحكمه. في الايه? في المستوى الايه? السكر في الدم انزا ايه بادي. عشان يتحكمه في البلاد آآ شجر ليفل انزا بادي. نيجي السؤال اللي بعده بيقول لي البلاد سيلز اند البروتينز اللي هي خلايا الدم والبروتين. كانت باق باس زي ايه نيفرونز. احنا عارفنا ان في حاجة موجودة جوه زي المصفة وتكون صغيرة كده اسمها النيفرونز. النيفرونز دي هي اللي بتعمل لي فلتر لمين للبلود? عن طريق الارتفز اللي كان بيدخل البلاد للكدني. فبيعمل له فلتر عن طريق النيفرونز فبت ايه? بتاخد منه الوست ماتيريال. طب ليه المصفة دي ما بيقعش منها البلاد كمان والبروتينز. لأ عشان الحاجة الكبيرة ما بتقعش في من المصفة. فكده البلاد سيلز والبروتين ما بينفعوش يعدوا من النيفرونز. يبقى زي عشان هما بيكونوا ايه? بيج سيلز كانت باستو دا كدنز نيفرونز. ما يداش يتعدي من كدنز ايه نيفرونز. يلا بينا نشوفوا السؤال اللي بعده. اخر سؤال معنا النهاردة سينتيفيك تيرم. سينتيفيك تيرم. يعني المصطلح العلمي. اول سؤال بيقول لي ازاي ارجن. ذات بالراحة كده يعني الاضو. المسؤول يعني مسؤول عن تنظيم مستوى السكر في البلاد الدم. مين ده? البنكرياس. طب ازاي اميس هو اللي كان مسؤول? مش احنا قلنا ان البنكرياس ده هو اللي شاقت بيفرد مين? الهرمون اللي مسؤول عن التنظيم. اللي هو الانسولين. تمام? يبقى الارجن هو البنكرياس. ايه. تاني سؤال بيقول لي. ذا هرمون ذات ريجولاتينج ذا شجر. وعاوز المرة دي الهرمون مش الارجن. الهرمون اللي بينظم للشجر. الهرمون بقى اللي كان بيخرج من البنكرياس. ومين? الانسولين. اهي. تالف سؤال بيقول لي زي ار مصيلز. هي مصيلز. زا تموف اوتوميتيكالي اند يو كانت كنترول. بتحرك اوتوماتيك كده. مش انا اللي بايه? مش انا اللي بتحكم. اه حركها امتى وقفها امتى? كانت كنترول. ما قدرش اتحكم في الموفمينت بتاعتها. مين المصيل دي? دي الكاردياك مصيل بس يسمى انفولانتري مصيل. انفولانتري ايه? مصيل. هي العضلات اللا ارادية. زي الكاردياك مصيل والايلد. طيب. سؤال بعد بيقول لي زي هي سلز. فاكريني الشكل ده? لما قلنا دي لونج فايبر. عبارة عن خط طويل كده. دي كانت المصل سل. يبقى السل اللي تبقى على شكل هي المصل سل. المصل ايه? سل. طيب. اخر سؤال معنا. عاوز السيستم اللي بيساعد البادي انه هم يحصل ايه? او موفمينت? ده مين? المصل سيستم? لا مسكيولو سكيليتل سيستم. يعني احنا قلنا المصل ما تنفعش تتحرك من غير البون. كل ايه? المصل مسكيولو سكيليتل كله على بعده هو اللي موفمينت بيساعدني على الحركة. وبكده يبقى احنا خلصنا كاملة وعملنا اسئلة عليها وان شاء الله نكون فهمنا والدنيا بقت بسيطة. نتقابل في جاي بازن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.